بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حيدر إبراهيم أحمد بخيد محندس برميات المركز الغومي للبحوس السودان مبادرة الباحثين السودانين بإذن الله اليوم نتعرف معاً لمنصة دعريت للناتجين باللغة العربية وإن شاء الله نتعرف كمان معاً للخدمات التي يقدم المنصة مع أستاذ ابتسام علي سالم باحث في جامعة العلوم الإسلامية الماليزية مرشحة دكتورة من جامعة سبحة ليبيا أدوى حيث تدريس جامعة سبحة ليبيا ماجستير في اللغة العربية النحو العربي 2015 محكمة في مجلة علمية دولية محكمة ومناثرات دولية ناشرة لأدة أوراق في مجال البحث ومجال التخصص أدوى في اللجنة الاستشارية الموحدة لمنصة دعريت وبإذن الله المحاضرة ستكون عملياً وعملياً كما نبهنا في المجموعة سنعمل الجزئيات كلها تكون عملية بحيث أننا نسجل مباشرة في المنصة ونستفيد من الخدمات ونبدأ إن شاء الله مع الأستاذة خذ الأستاذ ابتسامه بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب الأرض نسبت الأسباب ننزل الكتاب مرسل نبيه رحمة للعالمين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أم بعد الحضور الكرام أطيب التحايا وأعطرها وازكاها أهديها لكم وأحييكم بها فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بداية يسعدني أن أوجه جزيل الشكر لمناسقي هذه المحاضرة الدكتور أنور إدفع الله والأستاذ ياسين حسن والأستاذ وفي عبد الله والأستاذ طارق والمهندس حيذر إبراهيم وجميع مشرفي مبادرة الباحثين السودانيين الذين يربوا عددهم عن 35 مشرفا وشكر الموصول لجميع الأعضاء الكرام المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها فتحية لكم معكم افتسام الحلالي عضو في لجنة الاستشارية العليا لمنصة أريد وكما تفضل المهندس حيذر في تقديمه بارك الله فيكم في جلسة اليوم إن شاء الله سنتعرف على منصة أريد ومنصة أريد وهذه المحاضرة ستكون محاضرة تطبيقية بالدرجة الأولى إن شاء الله ولكن بداية سنتعرف على منصة أريد فما هي؟ منصة أريد هي أول منصة عالمية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية وكذلك المتعلمين لها هذه المنصة قد انطلقت من جامعة الملايا في عام 2016 وتحديدا في الخامس والعشرين من شهر أبريل في عام 2016 وتحمل رسالة ورؤية من أجل خدمة البحث العلمي والحركة البحثية للناطقين أو للباحثين الناطقين باللغة العربية هذه بعض الصور التي قد تم التقاطها والتي وثقت في حفل افتتاح منصة أريد وإطلاقها رسميا من جامعة الملايا بحضور ما يزيد عن ثلاثمائة باحث في الحقيقة أن هذه البداية كانت بحضور ثلاثمائة باحث على ما أذكر وهذه المنصة قد قيمت وقد انطلقت من أجل هدف واحد وبناء على مشاكل المشاكل التي يعانيها الباحث العربي من تهميش واضح في مجال النشر العلمي في المؤسسات العلمية الأجنبية وكذلك عدم تصليل الضوء بالقدر الكافي على بحوثه وأعماره أن الباحث إذا ما قرن تصليل الضوء على جهوده العلمية مقارنة بالجهد المبدول فإن الجهد المبدول سترجح كفته كذلك يعاني الباحث العربي من صعوبة بالقة في تحقيق التمييز الملموس سواء كانت المؤسسات العلمية الرصينة على الرغم من تفوقه فيها فعلا يعني في الجانب أو في المجلات الأجنبية بسبب لغة أبحاثه أو مؤلفاته أو معظم مصادره وخاصة المراجع وكذلك بقية المؤلفات والدوليات العربية ولا يعتد بها أحيانا في المؤسسات العلمية الأجنبية التي تمنح موافقة النشر أي أن الباحث يبدل الجهد الكبير في إنتاج بحث علمي أو في إنتاج علمي ولكن هذا البحث قد لا تسلط عليه الأضواء مقارنة بالجهد المبدول هذه مشاكل كثيرة إضافة إلى أن الجانب النشر العلمي تهيمن عليه المجلات الدولية الأجنبية بشكل عام إضافة من مجموعة المشاكل التي يواجهها الباحث هو عدم وجود تصنيف للباحثين أنا أتحدث في هذا المقام عن الباحثين المستخدمين للغة العربية ولحرف الضاد إذ لا يوجد ما يسمى بمعامل التأثير للباحث العربي أو ما يسمى بـ H&X لقياس جهده وكذلك ما يقوم به من أبحاث وأعمال وإنتاج علمي هذه جملة من المشاكل إضافة إلى عدم وجود منصة عربية في العالم العربي توفر معرفاً رقمياً يجمع جميع جهود الباحث في مساق معين وفي فضاء معين أو في فضاء واحد إذ أن أعماله تكون موزعة بين هنا وهناك في فضاء الإنترنت إضافة إلى أن الباحث العربي يعاني صعوبة في التواصل العلمي مع العلماء والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات وكذلك في مجال تخصصه وذلك لعدم وجود مجتمع علمي خاص بالباحثين الناطقين بالعربية إضافة إلى ما يواجهه الباحث من صعوبة في النشر في المجلات العالمية ذات التصنيف العالي سواء ما يضاهيها أو ما يوازيها في المجلات الأجنبية ما يسمى بالمجلات المصنفة سواء كان تصنيف المعروف إما ISI أو SCOBUS أو هذه المسميات التي تميز جهود الباحث إضافة إلى عدم إحاطة الباحث العربي بأصول النشر الأكاديمي وعدم وجود التدريب الكافي لفهم الأدوات الحديثة والمفاهيم المحتمدة في معايير النشر العلمي حقيقة جملة هذه المشاكل قد دفعت بالمؤسس دكتور سيف السويدي أو دفعت بالدكتور سيف السويدي جزاه الله خيرا إلى إطلاق هذه المنصة والبحث فيها وهذه المنصة تقوم على معايير من القيم منها التجرد إذ أنها تلتزم بما يعني بالحيادية وأمانة علمية ودقة ومصداقية وكذلك تتجنب جميع النعارات الطائفية والمذهبية تتميز بالأصالة وتحتز منصة أريد باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية لها كما تلتزم بالمعاصرة والجودة والابتكار والإبداع في مسيرتها الألمية وكذلك وكذلك من معاييرها أو من قيمها التكامل تعد منصة أريد التعاون والتكامل في الأدوار بين الكينات والطاقات العلمية ومن أهم هذه القيم وهذه من أهم القيم الداعمة لمسيرة الحركة العلمية إذ أن البحث العلمي في حاجة إلى الجماعة ولا يقوم على جهد فردي إضافة إلى الشفافية وكذلك مجموعة ورؤيتها هي أنها منارة عمية للناطقين بالعربية ورسالتها توفير مجتمع متكامل القدمات للغلماء والخبراء الناطقين بالعربية شعار منصة أريد للناطقين بالعربية ننهض بعلمائنا الهدف العام للمنصة هو جمع الباحثين الناطقين بالعربية في دائرة علمية واحدة وكذلك ما يميزها هو إسناد رقم تعريفي لكل باحث مع عمل أو نظام تصنيف لكل باحث ومؤسسة أكاديمية على غرار التصنيفات الأجنبية أو التصنيفات العالمية المعروفة سواء كانت مثلا أوركيد أو أكاديمية أو ريسيرش غيت هذه بوارات إلكترونية طيب هذا هو الهدف الأساس من منصة أريد وسأعود إلى أو سأشارككم الآن الجانب التطبيقي لمنصة أريد إذ أنها كما ذكرت لكم سابقا أن هذه المنصة لا بد من تسجيل عضوية فيها حتى يتمكن الباحث من الاستفادة من خدماتها هذه المنصة تقدم مجموعة من الخدمات التي تسعى إلى خدمة الحركة العلمية للناطقين باللغة العربية للاستفادة من خدماتها لا بد أن يكون للباحث عضوية في هذه المنصة فحضورنا الكرام كما هو ظاهر الآن سننتقل إلى الجانب الثاني وهو الجانب التطبيقي لنتعرف على زوايا هذه المنصة وما هي الخدمات التي تقدمها للدخول إلى منصة أريد لا بد من زيارة موقعها بكتابة أريد أو باستخدام أحد الروابط المستخدمة في التواصل فيمكن الدخول عن طريق تسجيل الدخول أما تسجيل العضوية الجديدة فهو مستخدم عن طريق دخول هنا هذا الزر سأدخل بداية وسأعرفكم على زواياها ثم بعد ذلك نتعرف على كيفية التسجيل وكيفية تسجيل العضوية هذه المنصة سأنتظر فقط الانترنت إلى تحميل الشاشة هذه هي الشاشة الرئيسية كما هو ظاهر هنا مجموعة من الأيقونات لكل أيقونة أو مجموعة من الأيقونات ولكل أيقونة مهمة أو وظيفة تؤديها بداية هذه الصفحة الخاصة لكل عضو من الأعضاء بمعنى أن كل من يقوم بتسجيل العضوية فستكون له صفحة مستقلة أو ما يسمى بالحساب بالضغط على وطلبت منكم المتابعين الكرام أن تكون المتابعة من جهاز الكمبيوتر أو الحاسب أو اللابتوب وذلك لأن واجهة المنصة تصميمها فقط وليس في أذائها أو عملها في التصميم يختلف أو تصميم الواجهة وشكلها يختلف في عرضه على سطح المكتب أو اللابتوب عن الحاسوب عن الهاتف والأكثر استمالا عن طريق الحاسوب لهذا اتفقنا آنفا أن يكون وفق ما هو موجود في الإعلان أن تكون المتابعة من الجهاز أو من الحاسب الآلي أو من اللابتوب سنبدأ بداية التعرف على هذه المنصة هنا يظهر شعار المنصة وهي الصفحة الرئيسية بمعنى أن الباحث إذا قام بالنقر على هذه الأيقونة أيقونة الشعار فستنقلوا مباشرة إلى الصفحة الرئيسية ماذا يوجد في هذه الصفحة؟ أو ماذا يوجد في هذه الواجهة؟ يوجد هنا كلمة الرئيسية وكلنا نعرف أن بناء على باقي المواقع فإن الرئيسية توصل الباحث إلى الجدار الرئيسي أو الواجهة الرئيسية للموقع كذلك يوجد هنا نظام عليم ويوجد الأوسمة مركز خبرة صفحة الشخصية مدونة شهادات المسابقات اتصل بنا وهذه الاختصارات سواء كان هنا اختصار يوتيوب أو فيسبوك أو تليجرام تويتر مجلة صدى أريد أدوات البحث العلمي وهنا الرسوم المدفوعة يوجد هنا شريط أخضر وشريط أحمر سنتعرف في حقيقة على هذه الأيقونات ولكل أيقونة مهمة تقوم بها ولكن قبل الانتقال إلى هذه الأيقونات لنعود إلى الشاشة الرئيسية أو إلى الشريط الأساسي هنا أو الشريط الرأسي هنا كذلك يوجد فيه بعض الاختصارات فكل أيقونة لها مهمة تقوم بها مثلا هذه الأيقونة هي خدمات المنصة للتعرف على خدمات المنصة بالضغط عليها هنا ستنسدل هذه القائمة هذه القائمة ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها مجلات علمية ما هي هذه المجلات؟ منصة أريد قامت أو تقوم بنشر أبحاث في مجلاتها العلمية المحكمة وهذه المجلات هنا تظهر هي أربع مجلات مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا ومجلة أريد الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة أريد الدولية للدراسات الإعلامية وعلوم الاتصال وكذلك مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات إذن أول خدمة من الخدمات اتباعا أو إذا تبعنا تسلسل النظام كيف هو معروض بداية استبدأ مع المجلات العلمية هنا إذا كان للباحث في إحدى هذه التخصصات بحثا يريد أن يقوم بنشره ما عليه إلا التوجه إلى هذه الأيقونة هذا المربع أو المستطيل والضغط عليها ثم الدخول إلى هذه المجلات كيف نصل إلى هذه المجلة؟ يمكن أن نصل إلى هذه المجلة من خلال الضغط عليها مباشرة فمثلا أنا أريد أن أنشر بحثا في مجلة أريد للعلوم الإنسانية والاجتماعية بالضغط على هذه الأيقونة سينقلنا النظام مباشرة إلى مجلة أريد الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية هنا يظهر عندي جميع تفاصيل هذه المجلة إذ أنها يوجد هنا الأعداد الصادرة هنا العدد الأول والعدد الثاني العدد الثالث والعدد الرابع ويوجد أيضا عدد خاص تحميل الأعداد معروف ومتاح وجميع الأبحاث هنا أو جميع الأعداد تحميلها مجانا إذ يمكن للباحث أن يقوم بتحميل أي عدد بشكل مجاني فقط بالضغط على هذه الأيقونة ويتحمل أو يتم تحميل العدد مباشرة ويصبح بين يدي الباحث إذن هذه الخدمة الأولى الباحث هنا يقوم بعملية النشر ولكن كيف يرسل الباحث إلى هذه المجلة؟ عن طريق نظام تقوم قامت الإدارة عليه وهو نظام إدارة البحث هذه الأيقونة ولكن قبل التعرف على هذه الأيقونة لنتعرف على هذه الواجهة إذ أن الباحث لا بد من أنه سيتساءل عن تعليمات النشر وعن إرسال البحوت عن هيئة التحرير عن مجلس الأمناء وكذلك عن العدد الحالي فبالضغط على كل أيقونة من هذه الأيقونات أو بالدخول أو بزيارتها فإن النظام مباشرة سيعطيه المعلومات الكافية فمثلا تعليمات النشر ما هي تعليمات النشر في هذه المجلات؟ سؤالا قد يتبادر إلى الأدهان إذن هنا يمكن الدخول إلى هذه الأيقونة ثم بعد ذلك تنسدل هذه القائمة موضحة ومبينة وكاشفة عن جميع المعلومات إضافة إلى وجود شرح تعريفي هنا شرح مرئي مسجل في حالة أن الباحث لم يتمكن من أو تعثر عليه بناء تصور كامل من خلال قراءة هذه التعليمات يمكنه أن يوضح أو يمكنه أن يستوضح أكثر من خلال زيارة هذا التسجيل سواء كان التسجيل الأول أو التسجيل الثاني طيب بالعودة إلى الخلف سنجد هنا إرسال البحث وسأرجيها لاحقا يمكن أن أتعرف على هيئة التحرير ومن هي هيئة التحرير القائمة على هذه المجلة بالضغط عليها سأصل إلى جميع هيئة التحرير القائمة على هذه المجلة والتي تتابعها وتتابع أبحاثها كذلك مجلس الأمناء وكذلك العدد الحالي العدد الحالي هو العدد الرابح هنا أو العدد الحالي هنا يظهر بأسماء الباحثين وكذلك عنوين البحوث إذا أردنا تحميل هذه البحوث ما علينا إلا توجه إلى الصفحة الرئيسية للمجلة ثم الضغط على هذا الخيار وهو خيار التحميل ثم بعد ذلك يتم تحميل العدد مباشرة كيف يقوم الباحث بإرسال هذا الجزء ربما هو خاص للقراء طيب أنا عندي بحث وأريد إرساله كيف يتم إرسال هذا البحث عن طريق نظام إدارة البحوث هنا في هذه الأيقونة تظهر لنا مجموعة من الخيارات في الحقيقة أن منصة أريد تقوم أو إدارتها بشكل إلكتروني أي بمعنى أن الباحث هو من يدير بحثه إلى أن يصل إلى المحكم كيف هذا؟ بمعنى أنه يوجد مجموعة من النقاط لا بد أن يتبعها الباحث حتى يصل إلى النتيجة النهائية وهي نتيجة نشر البحث يوجد هنا خيار نحن أمة إقراء فما علينا إلا قراءة هذه التعليمات واتباعها واحدة تلو الأخرى إذا رأينا هنا نجد أن هذا الجدار يتيح لنا في البداية على يمين الشاشة معلومات عن المجلة أما هنا على يسارها فيمكن أن يتعرف الباحث على البحوث التي لم تكتمل بمعنى أنه قد أرسل بحوثاً ولكن لم يكتمل أو لم تكتمل عملية نشرها أولاً البحوث المرسلة أي عدد الأبحاث التي تم إرسالها إلى هذه المجلة البحوث التي قيد المراجعة من قبل الإدارة سيظهر بدل رقم صفر هنا سيظهر عدد الأبحاث التي قام الباحث بمراجعتها أو التي قام الباحث بإرسالها ولا تزال قيد المراجعة لهذا أو الخيار الذي يليه وهو البحوث التي تم إعادتها للمؤلف أي أن الباحث ربما قد أرسل بحثاً ولكن تم إعادته إليه من جديد لسبب أو لآخر وكلنا نعرف أن هناك أسباب تعود على أساسها يتم إرجاع البحث إلى صاحبه فيمكن أن تظهر هنا الأرقام بشكل واضح لهذا قلنا أن من معايير أو من قيم التي تقوم عليها منصة أريب الشفافية بحوث التي ساهمت أو التي ساهمت فيها كباحث مشارك أي بمعنى البحوث المشتركة إذا كان البحث مشترك بين مجموعة من الباحثين فيمكن أن يظهر هنا ثم هنا الأبحاث التي هي بحاجة إلى المراجعة سواء كانت البحوث التي تحتاج لمراجعة أو التي قيد المراجعة أو مراجعات مرفوضة في كل هذه الخيارات بالضغط عليها سيظهر مباشرة البحث أنا حتى الآن لا يوجد عندي هذه الأنواع من البحوث ولكن بالتعامل مع هذه المجلة بإرسال الأبحاث ستظهر جميع هذه التعليقات قرارات هنا قرارات ماذا؟ بحوث ما قبل الطباعة ثم اتخاذ القرار ثم ربما هذه لا تخص الباحث وإنما الباحث هنا فقط البحوث التي تظهر أو التي ساهمت فيها كباحث طيب الباحث هنا يريد أن ينشر بحث أو أن يقوم بعملية النشر يدخل أو يزور هذه الأيقونة فتظهر عندي مجموعة هذه الخيارات هنا اللون الأحمر بمعنى أن الحق الضروري لابد من أن يقوم الباحث بتعبئته إذن نحن الآن في خطوة تحميل البحث فرضا أنه عندي بحث وأريد أن أحمله إلى هذه المجلة لأجل النشر ستظهر عندي هذه الفقول الخمسة أو الفقول الستة هذه ويوجد هنا السهم الصغير هذا دليل على أننا نحن الآن في هذه الخطوة هذه الخطوة تفتح لهذه الحقول إذن خطوة أو حق الإضافة معلومات عامة ما هي المعلومات العامة؟ المعلومات العامة هي أننا مطلوب من الباحث أن يختار نوع البحث هنا أنها مقال أصلي أو بحث أصلي التخصص هنا بمجرد وجود هذا السهمين بمعنى أنه يوجد هنا مجموعة من الخيارات على الباحث أن يختار أحدها أو أحدها العنوان باللغة العربية يقوم الباحث بكتابة العنوان هنا باللغة العربية وكذلك كتابته باللغة الإنجليزية ثم يقوم بنسخ الملخص هنا والملخص باللغة الإنجليزية أيضا أو اللغة الإنجليزية هنا يقوم بنسخها يضيف الكلمات المفتاحية باللغة العربية يضيف الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية ومجال البحث الدقيق أي بمعنى إذا كان لغة عربية فما مجاله؟ هل هو فقه اللغة؟ هل هو نحو؟ هل هو صرف؟ هل هو أدب؟ هل هو بلاغة؟ إذن يقوم بكتابة التخصص الدقيق أو المجال الدقيق العدد هنا العدد يظهر تلقائيا ثم تفاصيل تمويل البحوث إذا ما كان هذا البحث مثلا قد تحصل صاحبه على ما يسمى بالتمويل أو باللغة الإنجليزية grant أو fund فيمكن أن يكتب الباحث أن هذا البحث قد تحصل عليه أو تحصل الباحث على هذا البحث على قيمة مالية هي كذا وكذا ترسل إلى رئيس التحير ثم بعد ذلك يختار كلمة إضافة بعد أن يضيف هذه الخيارات جميعها ينتقل مباشرة إلى الخطوة التي تليها وهي إضافة مؤلفي البحث طيب إضافة مؤلفي البحث بمعنى أن الباحث لا بد أن يقوم بإضافة المؤلف من هو أن يضيف اسمه أما إذا كان البحث مشتركا فيضيف اسمه أولا واسم الشركاء أو اسم الباحثين الذين يشاركونه في هذا البحث إضافة محكمي البحث هنا تغير اللون إلى لون الآخر ما بين دون أو في عوض أن يكون أو كان في اللون الأحمر أو كان لونه أحمر الآن تغير اللون هذا الحق الغير ضروري يمكن للباحث أن يتجاوزه ويمكن أن يملأه إدارة محكمي الباحث ربما الباحث يقوم بترشيح باحث أو ربما يقوم بترشيح محكم هذا المحكم بأن يختار تخصصه هنا من باب الترشيح فقط هذا لا يعني بأن الباحث الذي يرشح هذا المحكم هو من سيحكم الباحث لا هو من باب الترشيح فقط ثم بعد ذلك رسالة إلى رئيس التحرير هنا يكمل التخصصات الخاصة أو الحقول هذه الحقول الخاصة بإدارة محكمي البحث مثلا ثم بعد ذلك رسالة لرئيس التحرير هنا يقوم الباحث بإضافة رسالة لرئيس التحرير إذا كان يريد أن يوضع شرحا أو بيانا أو تفصيلا يتعلق بهذا البحث أو ملاحظة فيمكن أن يوجه رسالة مباشرة إلى رئيس التحرير إضافة ملفات البحث أي بمعنى أن الباحث عندما ينتهي من البحث وكتابته، تنقيحه، مراجعته وكذلك ملء أو استفاء جميع متطلبات البحث العلمي وأولها الأمانة العلمية فإنه يقوم بإضافة هذا البحث ثم يقوم بتسليمه للمجلة بعد إرساله للمجلة سينقل مباشرة أو سيتحول البحث مباشرة وسيرسل إلى الجهة المحكمة أو إلى رئيس التحرير ثم بعد ذلك يبدأ البحث في دورته التحكيمية ثم بعد ذلك تصل الملاحظات للباحث ويعيد في حال أنه طلبت منه تعديلات مثلا فإنه يقوم بإجراء نفس الخطوات هذه ثم بعد ذلك يقوم بعملية التسليم إذن الملاحظات يستليمها الباحث على جدار هذه على جدار المجلة أو على جدار التحكم أو إدارة البحث إذن هنا يقوم الباحث بإرسال البحث فإذا تم هذه التفاصيل وتمت إدارة البحث بشكل ناجح بأن قدم بحثه ثم بعد ذلك تم تحكيمه ثم بعد ذلك أو تم تحكيمه ثم بعد ذلك مثلا طلب التعديلات ثم قام الباحث بهذه التعديلات حالها حال الأبحاث أو حالها حال ما يطلب من الباحث عند نشر الأبحاث العلمية ثم بعد ذلك يقوم أخيرا بتسليم البحث لتظهر النتيجة هنا أين ستظهر النتيجة؟ ستظهر النتيجة هنا لنذهب إلى مجلة أريد العلوم الاجتماعية مثلا باعتبار أنني اخترت هذه المجلة فسيظهر البحث بعد إصدار العدد سيظهر في هذا العدد أو في العدد الذي يليه فلنفرض أنه العدد الخامس ليس العدد الخاص وإنما العدد الخامس إذن هذه هي إدارة البحث هذه الخدمة الأولى الخدمة الأولى هي مجلات علمية إذن المجلات العلمية هذه مجلات علمية محكمة وكذا الحال ينطبق على مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا وكذلك دراسات الإعلامية ومجلة القياسات والمعلومات إذن الحال ينطبق على هذه المجلات فيما قدمنا آنفا طيب ثم بعد ذلك هنا يوجد المدونة العلمية هذا اختصار وكذلك إذا عدنا للصفحة الرئيسية يوجد هنا اختصار وكذلك يوجد نفسها هنا مدونة هذه هذا الاختصار وهذا هو ذاته المدونة العلمية بالضغط على هذا الخيار أو على هذه الأيقونة سينتقل الباحث أو سينتقل عفوا النظام إلى هذه الشاشة ويقوم بإضافة مدونته فيصف هذه المدونة ما هي المدونة؟ هذه هي المدونة التي تظهر على جدار الشاشة بمعنى أن الباحث عندما يقوم بكتابة مدونة فإنها ستظهر مباشرة في الصفحة الرئيسية فيرتم إضافتها تلقائيا ما أن يقوم الباحث بموافقة النشر عليها أو فيما أن يقوم الباحث بالموافقة على نشرها في جدار المنصة ما شرط هذه المدونات؟ شرط هذه المدونات شرطها شرط ما يتم إسقاطه على البحوث العلمية وهي الأمانة العلمية لأن هذه المدونات قد تكون مدونة علمية قد تكون مدونة فكرية قد تكون مدونة شخصية ولكن ما يكتب في هذه المدونات لا بد أن يتحرر فيه الباحث الأمانة العلمية فإذا ما كان منقولا من موقع من أحد المواقع مثلا لا بد أن يشار إلى هذا الموقع إذن المدونة هنا سأعود إليها المدونة العلمية أو مدونتي يقوم الباحث هنا بإنشاء المدونة في البداية بإسمه ثم بعد ذلك إضافة موضوع فإذا ما أراد إضافة موضوع ما عليه إلا الضغط على هذا هنا على هذا الخيار ثم بعد ذلك تظهر عندي مجموعة الشروط إذن يوجد شروق هنا لا بد أن يتقيد بها الباحث بعد قراءة هذه الشروط يقوم بكتابة العنوان وكتابة المحتوى ثم هنا إذا أراد للباحث أن يختار خاصية استماح بالتعليقات من عدمها فإذا أراد الباحث أن يكون هناك تعليقات على المحتوى الذي سيقوم بنشره أو على المدونة التي سيقوم بنشرها فما عليه إلا اختيار هذا الخيار بالضغط عليه هكذا ثم الكلمات المفتاحية ثم بعد ذلك الموافقة بطلب النشر في مدونة منصة أريد بالضغط على كلمة إضافة ستنقل المدونة مباشرة ما أنوافقنا عليها أنا كصاحبة المدونة ستظهر مباشرة هنا في جدار المنصة إذن هذه جديد المدونات العلمية قد يتساءل البعض هل جميع ما يكتب في هذه المدونات يتم نشره وكذلك يوجد الأستاذ المشاركي الدكتور ياسر درشاني هو المسؤول على هذه الكتابات أو ما يسمى بالنشر الإلكتروني تتم مراجعتها ويتم تحري وقبل أن يتم مراجعتها في الحقيقة الباحث هو المسؤول الأول والأخير أمام ما يكتب فلا بد أن يتحرى المصداقية وأن يتحرى الأمانة العلمية بداية طيب سنتعرف على أكثر الخدمات استعمالا والتي تساعد أو التي تحقق تفاعلا وتقدم خدمة للباحثين في منصة أريد سأنتقل الآن هنا إلى نظام عليم أو قبل الانتقال إلى نعم سأنتقل إلى نظام عليم ثم نتبع هذه الأيقونات واحدة والأخرى نظام عليم ما هو؟ نظام عليم بالضغط عليه أو بالضغط على هذه الأيقونات ستظهر عندنا هنا مجموعة من المحاضرات هذه العنوين جلها تم تقديمها في منصة أريد تم تقديم جميع هذه المحاضرات مثلا الخبرة الماليزية في الاهتمام بعلم التخريج صناعة القدوة العلمية في ضوء نظريات التأثير الجماهي منصات التواصل العلمي جميع هذه العنوين هي محاضرات تم تقديمها في منصة أريد ومنصة أريد تتيح الشهادات على هذه أو هناك شهادات يتم تصديرها مباشرة عقب انتهاء كل محاضرة الحضور لهذه المحاضرات هو حضور مجاني يمكن للباحث أن يستفيد أو يمكن للباحث أن يعود إلى هذه المحاضرات من أين مثلا الأعضاء المسجلين الجدد كيف يمكن أن يصلوا إلى هذه المحاضرات أنا وجدت هنا مسميات فقط إذا ضغطت على هذا أو إذا اخترت هذا الخيار ماذا سيظهر عندي سيظهر عندي تفصيل فقط إذن أين المحاضرة المحاضرات هنا يجد الباحث محاضرات نظام عليم جميعها يجدها هنا في قناة اليوتيوب بالضغط عليها هكذا سينقلنا النظام مباشرة إلى جميع المحاضرات بالضغط على قائمة مثلا الفيديوهات أو قوائم التشغيل لنختار مثلا هنا قوائم التشغيل فستظهر هنا جميع المحاضرات التي تم تقديمها في المنصة إذن جميع هذه المحاضرات كل المحاضرات مدة ساعتين إضافة إلى فعاليات المحفل وحلقات ما لا يسع الباحث جهله جميع المحاضرات تم تحميلها على جدار هذه القناة إذن قناة Arab Research ID هنا علامتها أو يمكن الوصول إليها من خلال من خلال هذا الاختصار إذن إذن يمكن للباحث أن يصل إلى جميع هذه المحاضرات مثلا لنفترض أن أحد الأعضاء قام بالدخول إلى نظام عليم بعد أن سجل عضويته ثم بعد ذلك تصفح هذه المحاضرات مثلا مثلا أعجبته أو أراد الاستفادة من المشكلات الصوتية للغة العربية في تعليمها للناطقين بغيرها مثلا فما عليه إلا اختيار نظام عليم هنا يقوم مثلا بنسخ هذه أو يقوم بنسخ هذا العنوان أو ينتقل إلى نظام عليم عفوا إلى اليوتيوب فيجد هنا جميع المحاضرات بعناوينها ما كذا باستخدام هذا الخيار سيعطيني جميع المحاضرات التي تم تقديمها عبر نظام عليم طيب الباحث يسأل أحد الباحثين هل أو كيف يمكن أن يستفيد الباحث من هذه المحاضرة هل يوجد شهادة؟ هل يمكن للباحث أن يقدم أو يحصل على شهادة بعد أن فات موعد المحاضرة ولم يحضرها بشكل مباشر؟ نعم يمكن للباحث أن يقدم على هذا بعد أن يجتاز اختبار بسيط لكل محاضرة بعد أن يجتاز الامتحان يتمكن من تحميل الشهادة إذن جميع الشهادات متاحة بعد اجتياز الامتحان لمن فاته التسجيل المباشر أو الحضور المباشر للورشة أو للمحاضرة طيب منصة أريد هدف ما يتعلق بنظام عليم منصة أريد أو هناك إضافة لنظام عليم أن هذه الشهادات التي يتيحها نظام الحضور بالنسبة للحضور هو حضور مجان أما الشهادات فإنه يتم تحميلها برسوم خمسة دولارات للشهادة فيمكن للباحث أن يقوم بتحميل الشهادة بعد انتهائها وسوف نتعرف على هذه الخطوم طيب منصة أريد أيضا تتيح أوسمة فما هي الأوسمة؟ مثلا لأتعرف على هذه الأوسمة سأدخل على هذا الخيار فسيتيح لمجموعة الأوسمة التي تتيحها منصة أريد فما هي هذه الأوسمة؟ تتيح منصة أريد وسام باحث مبادر وسام ناشط في جامعة وسام مبدع وسام ناشط دولي إعلامي متميز محكم مستشار وكذلك مثلا وسام داعن فضي وسام ناشط متميز وسام الصفحة المتميزة مشروع عالم وكذلك ناشط في فعاليات منصة أريد باحث مبتدئ وسام التحدي وناشط في هذا وسام ناشط يتم إضافته سنويا ومقدم خدمات بحثية طيب ما الحقوق التي أو ما الواجبات التي يجب على الباحث أو ما شروط الحصول على هذه الأوسمة؟ بالضغط على الوسام ستظهر أو على مسمى الوسام ستظهر عندي مجموعة الشروط لا بد أن يستوفي الباحث هذه الشروط فيقوم بعد ذلك بتقديم الطلب عليها أو تقديم الطلب حتى يظهر هذا الشعار أو هذا الوسام على جدار أو على شاشة على الصفحة الرئيسية للباحث مثلا هنا سأختار هذه الخاصية خاصية حسابي كما يراه الآخرون مثلا هنا فقط المثال فتظهر هنا جميع الأوسمة التي تحصل عليها الباحث بمجرد بعد أن يقوم الباحث مثلا باستحقاق أو بتقديم أو استفاء ما يجب استفائه من أجل الحصول على هذه الأوسمة فإنه يتم منح الوسام مباشرة للباحث الوسام المشترك أو نعم الوسام المشترك بين جميع الباحثين في هذه المنصة هو وسام باحث مبادر ولكن ليقصر الباحث على وسام باحث مبادر وحتى يظهر هذا الوسام على صفحته الشخصية لا بد من أن يستوفي هذه المتطلبات هو كتابة الأسم باللغة العربية والإنجليزية ويقوم بتحميل الصورة الشخصية وكذلك لا بد أن يكتب مراحل الدراسية مرحلتين على الأقل وكذلك الأنشطة الأكاديمية لا بد أن يقوم بتسجيل خمسة أنشطة أكاديمية ثم بعد ذلك يقوم بتقديم الطلب بعد أن يستوفي هذه المتطلبات يتم إصدار هذا الوسام على الصفحة الرئيسية للباحث طيب سأعود إلى الأوسمة بالتعرف أو بالدخول وزيارة هذه الأوسمة ستظهر جميع التفاصيل وكذلك متطلبات استفاء أو متطلبات الحصول عليها فمثلا عندنا هنا مثلا وسام باحث مبادر مثلا من يقدم فكرة إبداعية من شأنها أن تحقق إثراء وتحقق خدمة وتضيف شيء جديد للمنصة وكذلك للباحثين فإن الباحث وبعد موافقة اللجنة الخاصة بمنح الأوسمة بعد موافقتها مثلا على هذه الفكرة أنها فكرة إبداعية فإنه يتم إضافة هذا الوسام إلى الصفحة الرئيسية للباحث طيب يمكن التعرف على جميع هذه الأوسمة بالدخول على كل واحد منها أو بالضغط على كل واحد منها ثم بعد ذلك تعلقنا التفاصيل مركز خبرة هذا المركز هو أيضا أحد الخدمات التي تقدمها منصة أريد أو عن طريقه يتم تقديم خدمات بين الباحثين فمثلا ما هي هذه الفكرة وما فكرة مركز خبرة أن الباحث من لديه مثلا خدمة بحثية يقوم أو يرغب في تنفيذها وتقديمها للباحثين الآخرين فما عليه إلا إنشاء مشروع هنا ما عليه إلا إضافة مشروع مثلا أنا أقوم بعملية التدقيق اللغوي مثلا أو تصميم ولكن بشرط الأمانة العلمية لا بد أن أو ما لا يخالف الحقوق أو الحقوق البحث العلمي وكذلك أخلاقية البحث العلمي ليس من المعقول أن يقدم مثلا أحد الباحثين أو أحد الأعضاء أن يقدم مثلا خدمة كتابة بحوث علمية لغرض الترقية هذا غير مقبول أبدا وغير معمول به في المنصة ولكن من باب التدقيق من باب تحكيم الإستبانات من باب الترجمة تصليم مثلا هنا يوجد مجموعة من الخدمات أو مجموعة من المشاريع وإذا عدنا هنا إلى الصفحة الرئيسية مثلا تعرف على مركز خبرة جميع الباحثين يمكن إضافة هذه الخدمات مثلا فهنا يوجد جديد مركز خبرة مثلا هنا يوجد خدمة تدقيق لغوي من هو هذا المدقق أو من الذي قام بإضافة هذه الخدمة يمكن بالضغط عليها يمكن أن نصل إلى تفاصيلها أيضا يوجد هنا مثلا خدمة تقييم وتقويم البحوث يوجد هنا كتابة وتنسيق النصوص ليست كتابة الأبحاث وإنما تنسيق النصوص مثلا أو ما يسمى بالفورماتينج تقديم استشارات نفسية تصميم مواقع إلكترونية تدريب إداري عروض باوربوينت إذن هذه مجموعة من الخدمات التي قام بعض الأعضاء بإتاحتها من أجل أن يقدمها للمستفيد في هذه المنصة فقد يكون هناك مثلا من يطلب خدمة تدقيق لغوي إذن مثلا أنا في حاجة إلى تدقيق لغوي ما علي إلا زيارة هذا المشروع والتعرف عليه من هو من مقدم هذه الخدمة سنجده هنا بإسمه ما علي إلا التواصل معه عن طريق صفحته الشخصية هنا مثلا إذن كذلك سأستخدم هذا الخيار مرة أخرى ومثلا سأستخدم هذا المشروع مثلا أنا في حاجة إلى تصميم موقع إلكتروني جميل مدة التسليم أي بمعنى أن صاحب هذه الخدمة يقوم بهذه الخدمة في غضون يومي جميل من وضع هذه الخدمة أو من وضع هذه الوعاء الزمني المقدم الخدمة نفسه إذن بزيارة هذه الصفحة سأجد أنه قام بتصميم مواقع إلكترونية هذا هو الباحث ويمكنني التواصل معه من خلال زيارة صفحة الشخصية بالضغط على هذا الخيار إذن هنا طهر صاحب المشروع إذن هنا الباحث أو سيوسف هو صاحب هذا المشروع هنا يوجد وصف أو كتب أو جعل وصفا لهذه الخدمة ووضع بعض التفاصيل هذه الخدمة قد ذكر بأنها في مقابل مئة دولار مثلا ويتم الإنجاز في غضون يومي جميل جدا يوجد هنا مثلا خدمة أخرى هذه الخدمات كلها تتبع مركز خبرة كذلك مثلا دراسة جدوى للمشاريع مثلا أريد أن أقدم مشروع ولكن ليست لي القدرة على دراسة أو عمل جدوى فما علي إلا الضغط على هذا الخيار فستظهر أو سيظهر عندي صاحب المشروع من هو؟ هذا هو صاحب المشروع بالضغط علي ستفتح صفحته الشخصية مباشرة ويمكنني التعرف على الباحث تهدى من باب الشفافية إذن مقدم المشروع لا يتعامل الباحث مع شيء غامط وإنما كل شيء متاح وكله معروف الأسعاء عفواً الرسوم التي يضعها مقدمي الخدمات أو التي يضعها مقدمي الخدمات وكذلك مدة التنفيذ وما إلى ذلك منصة أريد تكون حلقة وصل ما بين مقدم الخدمة وما بين المستفيد من حين تقديم الخدمة إلى حين الاستلام هي همزة الوصل ما بين المقدم والمستفيد إذن هذا فيما يتعلق بمركز خبرة طيب عندي هنا صفحتي الشخصية سأعود إليها لأنها تتعلق بالتسجيل أو تسجيل العضوية مدونتي هنا ذكرتها لكم ما هي المدونة يمكن للباحث أن يعرض جميع المدونات والمدونات تقرأ حقيقةً وتقام مسابقات في منصة أريد على المدونات فالمدونة التي تحمل أفكار علمية وكذلك مثلاً عندها نسبة من القراءة وكذلك المحتوى فيها محتوى هادث محتوى علمي مواضيعها شيقة ملامسة للمجتمع فيها إضافة فكل هذا يوجد أو يتم تقيمه وكذلك يتم إطلاق مسابقات تتعلق بالمدونات ويمكن للفائزين أو هناك جوائز تمنح للفائزين المسابقات هنا سأدخل على هذه الأيقونة للتعرف على المسابقات التي أطلقت في منصة أريد فمثلاً هنا قد أطلقت منصة أريد مسابقة أفضل مدونة وكنت الآن في صدد الحديث عنها هنا تم إطلاق هذه المدونة وعفون هذه المسابقة وتم الإعلان عن الفائزين فيها وكذلك يمكن التعرف على المسابقات التي تقدمها المنصة سواء التي قدمت أو التي ستقدم فالإعلان عن جميع المسابقات يكون في هذه الأيقونة طيب المسابقة الثانية هنا مسابقة منصة أريد لصناعة محتوى علمي هذا أيضاً هذه المسابقة تم الإعلان عنها سابقاً وتم الإعلان عن فائزيها ومسابقة منصة أريد لأفضل محتوى تفاعلي في مواقع التواصل الاجتماعي هذه المسابقة أيضاً تم الإعلان عنها وتم الإعلان عن فائزيها الإعلان عنها بداية تم الإعلان عن فائزيها في الحقيقة أن هذه المسابقات الغرض منها الأساس هو تحقيق تواصل علمي بين الأعضاء كيف يكون هذا التواصل؟ بمعنى أن المحتوى الذي تم تقديمه لا بد بأنه قد تم قراءته خاصة في المدونات لا بد بأنه تم قراءته الفكرة واضحة حقق نوعاً ما من التواصل هناك تعليقات على هذه المحتويات أيضاً من ينتج هذا العمل فإن العمل المنتج سيظهر أو سيتم تاحته والتعرف عليه وكذلك يمكن تعرف على الباحثين فيحقق نوعاً ما من التواصل العلمي يوجد هنا سأعود هنا إلى أيقونة شهاداتي المتصلة اتصالاً وثيقاً بماذا؟ بنظام عليم بالضغط على نظام عليم هنا عفواً على أيقونة شهاداتي حمراء اللون هذه ستظهر جميع الشهادات التي قام الباحث بحضور دوراتها في منصة أريد فمثلاً بالنسبة لي قمت بحضور جميع هذه الدورات وتحصلت على شهاداتها كيف يمكن لي أن أحمل هذه الشهادة مثلاً؟ آخر الشهادات هي شهادة أسبوع أسبوع تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بالضغط عليها ستظهر عندي هنا تحميل الشهادة سيظهر عندي مباشرة فقط أنتظر الإنترنت حتى يتم تحميل هذه الشهادة وتظهر عندي مباشرة بهذا الشكل لأن الشهادة هي شهادة إلكترونية وهذه شهادة هي معتمدة من جامعة علوم القرآن وجامعة العراقية وجامعة سيؤون باليمن ومسمى أسبوع تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى وتحمل شعار المنصة وكذلك توقيع المؤسس دكتور سيف السويدي إذن هذه الأيقونة هنا تحتفظ بجميع الشهادات فإذا ما أراد الباحث تحميل إحدى هذه الشهادات ما عليه إلا الضغط عليها ثم تحمل إذن هي محفوظة في مكان واحد بشكل منظم وجميل ما يتبادر إلى الأذهان ربما هو الرسوم فكيف يمكن للباحث كما ذكرت لكم أن هذه الشهادات لا بد للباحث له من أن يكون عنده رصيد في هذه المنصة فكيف يمكن تحميل الرصيد أو كيف يمكن شحن رصيد في حساب العضو في المنصة ما عليه إلا الضغط على هذه الأيقونة هنا هذه الأيقونة هي أيقونة الرصيد عادة تكون صفرا ولكن أنا قمت بشحن رصيد مثلا هنا ولكن مثلا أريد أنا إضافة رصيد آخر أو فلنفترض أنه لا يوجد عندي رصيد بالضغط على هذه الأيقونة سيتيح للنظام هنا مجموعة من الخيارات ما هي أكثرها استعمالا الآن هي طريقة التعبئة عبر البطاقة الاعتمانية وكذلك التعبئة عبر البيبل وهي بوابة إلكترونية وكذلك التعبئة عبر شركاء الحوالات طيب هذه الخيارات الثلاثة سوف نتعرف عليها أو سنتعرف عليها التعبئة عبر البطاقة الاعتمانية لمستخدمي البطاقة الاعتمانية أو بطاقات الاعتمانية يمكن الضغط على هذا الخيار هنا بعد الدخول إلى الرصيد هنا ثم التوجه إلى التعبئة عبر البطاقة الاعتمانية ثم بعد ذلك اشحن حسابك هنا أو اشحن حسابكم هنا برصيد عفوا هنا اشحن حسابكم سأقوم فقط أو قمت بتكبير الشاشة عبر البطاقة الاعتمانية بالضغط على هذه الأيقونة أقل هذه الرسوم المحولة عن طريق هذه الخدمة هي 25 دولارا بالضغط عليها ستظهر عندي هذه التفاصيل الإيميل وكذلك وهذه الأقام المطلوب تعبئتها وكذلك الموافقة على الدفع بعد ذلك يتم شحن الرصيد مباشرة إلى حساب العضو في المنصة فيتحول الرصيد هنا مباشرة فإن كان صفرا يتحول إلى 25 دولارا طيب هذه الخدمة الأولى إذا لم يتسنى للباحث استعمال البطاقة الاعتمانية يمكنه استخدام الخيار الثاني أو الطريقة الثانية هي التعبئة عبر البيبان وهي بوابة دفع إلكترونية معروفة بالضغط على debit card أو credit card هنا ثم تنسدل عندي هذه القائمة وأقوم بتعبئتها إن كنت من مستخدمي هذه البوابة بعد ذلك الدفع هنا يقوم الباحث بتحويل القيمة بعد تعبئة البيانات المطلوبة ثم يتم شحن رصيده في حسابه هنا يتحول فلنقول مثلا أنا قمت بشحن رصيد مثلا خمسين دولار باستخدام فيناو فيتحول الرصيد هنا إلى خمسين دولار طيب الطريقة الثالثة إذا لم يتسنى للباحث استخدام البطاقة الاعتمانية أو التعبئة عبر بوابة الدفع الإلكترونية أو التيفال فيمكن استخدام الطريقة الثالثة وهذه الطرق الثالثة هي الأكتر استعمالا بين أعضاء المنصة يمكن أن نلجأ أو نستخدم هذه الطريقة وهي طريقة التعبئة عبر شركاء الحوالات المالية بالضغط على هذا الخيار إذن للمنصة شركاء حوالات مالية نعم يوجد ولكن للباحثين المتواجبين في ماليزيا لا يوجد وكيل أو شريك مالي في ماليزيا وإنما يتم التحويل مباشرة فمثلا نحن الآن في صدد المجموعة أو مجموعة مبادرة الباحثين السودانيين مثلا ننتقل مباشرة إلى السودان هنا هل يوجد وكيل؟ نعم يوجد وكيل هنا في السودان هذا يمكن للأعضاء التواصل معه مباشرة هنا وبالتواصل عبر رقمه أو هنا واتساب يوجد لديه رقمان رقم هنا واتساب وكذلك للاتصال العادي إذن يمكن التواصل معه الاستفسار منه عن آلية التحويل وبعد ذلك بالاتفاق أو بعد أن يتم الباحث التواصل مع الوكيل المالي ثم بعد ذلك يتم شحن القيمة فإن أوضع في حسابه عن طريق الوكيل هنا مثلا فلنقل 30 دولار أو 50 أو 100 مهما كانت القيمة فإن الباحث مباشرة سيجد هذه القيمة قد حولت إلى حسابه هنا مباشرة إذا كان الباحث مثلا من العراق يمكن أن يتصل أو يتواصل مع الوكيل المالي في العراق عبر هذا الرقم إذا كان الباحث مثلا من الجزائر يمكن أن يتواصل معه أو مع الوكيل عبر هذا الرقم إذن سأعود هنا خطوة مرة أخرى بالنسبة لشركاء الحوالات المالية في حالة أراد الباحث شحن رصيد ما عليه إلا الضغط على هذا الخيار وهو سأكبر الشاشة هنا هذا عادة يكون صفرا للأعضاء الجدد فالصفر هذا يمكن بالضغط عليه سيعطيني مباشرة خيارات التحويل نحن الآن في صدد الحديث عن كيفية التعامل مع هذه الطريقة وهي طريقة تعبئة عبر شركاء الحوالات المالية باتبارها طريقة كثيرة الاستخدام بين أو شائعة الاستخدام بين الأعضاء فيمكن التواصل أو بالضغط عليها يمكن التواصل مباشرة مع كل هؤلاء الوكيلة ولكن لكل وكيل أو لكل دولة وكيلها فمثلا في السودان كما ذكرت لكم ممكن في العراق ممكن في الجزائر والمملكة المغربية سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، مصر والبحرين، الكويت، الإمارات والمغرب أعفون السعودية بالإضافة إلى تركيا وماليزيا إذن بالتواصل عبر هذه الأرقام يمكن للبحث أن يستفهم عن جميع خصائص أو عن جميع تفاصيل الحوالات المالية كيف يمكن للبحث أن يرسل الرسيد وكيف يمكن للبحث أن يتأكد من أن هذا الرسيد قد تم شحنه في حسابه عندما يتم تحميل أو إداع القيمة في حسابه فإن الباحث تصله مباشرة رسالة عبر البريد الإلكتروني بأن القيمة مالية قد تم تحويلها إلى حسابه مثلاً فإن أوضع خمسون دولاراً يجد رسالة بخمسين دولار إذا أوضع مئة يجد رسالة بمئة دولار إذن يتم إشعار الباحث بجميع الخطوات وجميع التحركات وجميع الإشعارات تصله عبر الإيميل كذلك سأعود هنا سأعود إلى الصفحة الرئيسية أذكرت لكم أن الباحث هنا يمكن أن يتعرف على جميع المحاضرات التي تم تقديمها آنفاً في المنصة عن طريق زر اليوتيوب أو الفيسبوك إذا أراد الباحث الوصول إلى صفحة فيسبوك أو صفحة أريد على الفيسبوك فما عليه إلا الضغط على هذا الخيار وينتقل الموقع مباشرة إلى أفهم حظوا ما عندي مشكلة هنا باستخدام هذا الخيار ينتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك أما التليجرام فهنا يوصى أو وجه جميع الباحثين إلى ضرورة الاشتراك على قناة التليجرام ذلك لأن جميع الروابط وجميع الأنشطة جميع المستجدات وجميع أنشطة منصة أريد وجديدها ومستجدها كله يتم الإعلام عنه في قناة المنصة على التليجرام لهذا لابد من تحميل هذا التطبيق مثلا على الهاتف الجوال ومتابعة قناة المنصة على التليجرام حتى يصل للباحث كل جديد سواء كان إشعار بمحاضرات أو برامج شهرية مثلا أو استضافات أو حلقات فكل هذا يتم إشعار الباحث به عن طريق قناة المنصة على التليجرام منصة أريد أيضا تصدر مجلة هذه مجلة شهرية هي مجلة صدى أريد بالضغط عليها يمكن أن يتعرف الباحث على هذه المجلة فقد تم إصدار العدد الأول العدد الثاني والعدد الثالث هذه المجلة ليست مجلة علمية محكمة وإنما هي مجلة شهرية ثقافية عامة برعاية منصة أريد للتعرف عليها مثلا سأدخل إلى أو سأقوم بتحميل العدد الثالث مثلا هذا هو العدد الثالث هنا مثلا يمكن أن أتعرف على جميع أنشطة المنصة مثلا هنا مقالات ويمكن للباحث إرسال مقالات لنشرها في هذه المجلة وهي مجلة شهرية لا أعني المقالات العلمية المحكمة وإنما مثلا مقالات مختصرة عفوا مختصرة مقالات موجزة فيمكن التواصل مع إدارة أو مع المشرف العام أو مع موقع المجلة هنا بالضغط عليها هنا بالضغط على هذه الأيقونة فنصل مباشرة إلى الموقع الرسمي لهذه المجلة وهي مجلة صدى أريد ويمكن إرسال المقالات عبر هذا الإيميل سأقوم بتكبير الشاشة إذن هنا موقع المجلة للتعرف على أعدادها وكذلك في حال مثلا عند الباحث مقالة أو لقاء إعلامي أو غرار أو بناء على اتباع ما جاء في العدد الأول والثاني وهي ما ينشر في مجلة صدى أريد فيمكن أن يرسل إلى المجلة عبر بريدها ثم بعد ذلك يتم إعداده وإصداره إذا كان موافقاً للنشر فإنه يرسل أو ينشر في عدد المجلة هذه المجلة تنشر في 15 من كل شهر فالعدد الأول في 15 من شهر السادس العدد الثاني في 15 من شهر السابع والعدد الثالث في 15 من شهر الثامن والعدد الرابع إن شاء الله سيكون في 15 من الشهر التاسع أو مشهر ستمبر إذن يمكن الباحث الآن إذا أراد أن يرسل مقالة فما عليه إلا مقالة مختصرة علمية أو مقالة أدبية أو مقالة فكرية فيمكن إرسالها إلى مجلة بريد أو إلى بريد أريد وذلك حتى يتم تحملها على هذه المجلة أو في هذه المجلة هنا أدوات البحث العلمي في الحقيقة هذه تم إضافتها بناء على توصية من الباحثين بعد تقديم الورشة تدريبية خاصة أو متعلقة بأدوات البحث العلمي فيمكن للباحث أن يتعرف على أدوات البحث العلمي هنا كمرجعية يمكن أن يستفيد منها عفوا أو في التعرف على جميع الأدوات البحثية مثلاً هنا إذا أراد أن يتعرف على خدمات رايتين ثم عليه إلا الضغط على هذه الأيقونة ثم التعرف على جميع هذه الخصائص أو جميع هذه الأدوات البحثية في الحقيقة هي توصية من أحدى المحاضرات التي قدمها دكتور سيث في منصة أوريد سأعود خطوة للخلف هنا ثم بعد ذلك نصل إلى الرسوم المدفوعة كيف يمكن أو ما هي الرسوم المستحقة على الباحث في هذه المنصة هذه المنصة تقوم هنا بالدخول على هذه الأيقونة يتعرف الباحث على جميع الرسوم سواء كانت مثلاً هنا رسوم إصدار شهادة رسوم المشاركة في المؤتمرات رسوم الندوات العلمية فاتني أن أذكر لكم أن منصة أوريد بناءً على النظام العليم وهو هذا النظام الذي يقدم الدورات الأكثر نشاطاً حتى الآن ويحقق فائدة كبيرة للباحثين يقدم ندوات، يقدم محاضرات، يقدم حلقات ويقدم استضافات مع باحثين وخبراء وبمتابعة هذا النظام أو بمتابعة منصة أوريد يمكن للباحث أن يشارك في تحقيق تواصل علمي سواء كان في كتابة مثلاً من المشاريع التي تم تقديمها مثلاً مشاريع تقديم أو كتابة كتب أو كتاب تأذيب كتاب بشكل جماعي مع مجموعة من الباحثين كذلك إصدار دليل مثلاً وهو ما تم الإعلان عنه مؤخراً مثلاً دليل الكتابة في أولويات البهث العلمي لجميع العلوم فيمكن الاستفادة من متابعة قناة تيليجرام للإطلاع على جميع مستجدات هذه المنصة أو أنشطتها في الحقيقة هذا يحقق نوعاً من التواصل العلمي بالإطلاع على جديد الأبحاث وكذلك التعرف على الباحثين تكوين مجموعات بحثية وكذلك كل هذا يصل بالارتق أو يرتقي بالباحث الناضق باللغة العربية طيب هذا الخيار الآن تعرفنا على جميع هذه اللوحات أو هذه الأيقونات سأنتقل الآن إلى المحفل العلمي هذا الخيار هنا ينقلنا إلى المحفل العلمي هذا الاختصار بالضغط على من أراد أن يشارك في فعاليات المحفل العلمي وهو مجموعة من المؤتمرات التي تنظمها منصة أريد بالضغط عليها هنا يقوم الباحث أو يصل الباحث مباشرة إلى فعاليات المحفل العلمي دول السابع الذي سيعقد في شهر نوفابر إن شاء الله يمكن للباحث أن يقدم أبحاثه أو مشاركاته البحثية عبر المؤتمرات المتاحة مثلا مؤتمر الدولي خمس المخطوطات مؤتمر السابع للإتجاهات الحديثة مؤتمر الدولي السابع للإتجاهات المتقدمة للدراسات الإسلامية فيمكن للباحث أن يطلع على مجموعة هذه المؤتمرات يعني حتى الآن يوجد ست مؤتمرات سبعة ثمان مؤتمرات هنا متاحة للمشاركة في المحفل العلمي الدولي السابع عفوا إذن المحفل يضم مجموعة من المؤتمرات المتخصصة يمكن للباحث أن يتعرف على هذه المؤتمرات من خلال زيارة بوابة المؤتمر مثلا بالضغط على بوابة المؤتمر المخطوطات سينقذني النظام مباشرة إلى تفاصيل هذا المؤتمر فيمكن أن أطلع عليه وأما أجسال الأبحاث فإنه يتم مباشرة من خلال هنا رفع المخل الملخص هذه الأيقونة تسجيل في البداية لا بد أن نسجل لا بد أن نعرف ما هي ضوابط المشاركة المغرفة التفصيل الخاص بالمؤتمر ورسوم المشاركة ورفع المخل الملخص وإدعم المحفل من أراد أن يدعم المحفل بقيمة مالية ثم بعد ذلك سأعود هنا إلى سأعود هنا إلى الصفحة الرئيسية فهذه الصفحة كما ذكرت لكم بأنها تقدم أو هي مختصر لجميع الخدمات التي تقدمها منصة أريد مثلا أعلنت الآن منصة أريد عن إطلاق قاعدة البيانات موسوعة الكفاءات العلمية إسوة بموسوعة العلماء التي تم إطلاقها في العام الماضي فمن أراد أن يقدم على هذه الموسوعة بعد تحقيق الشروط ما عليه إلا الضغط على هذه الأيقونة ثم بعد ذلك تنقله مباشرة إلى متطلبات أو متطلبات الحصول على أفوا إدراج الإسم أو إدراج إسم الباحث ضمن هذه الموسوعة هذه الموسوعة من شأنها أنها تجمع الكفاءات العلمية وفق دليل واحد أو في كتاب واحد أو ما يسمى بيه الموسوعة وذلك لتحقيق نوع ما من التواصل فمثلا هذه الموسوعة ستحقق جمعا لمجموعة من الباحثين تعرف هذه الموسوعة عن أسمائهم تخصصاتهم أنشطتهم اهتماماتهم وكذلك أفوا ويمكن أفوا هذه الموسوعة هي موسوعة سنوية يتم إصدارها بشكل سنوي وكذلك تحمل رقما تعريفيا وهو ISPN وتصدر باللغتين العربية أفوا تصدر منها بنسختين إلكترونية باللغة العربية وكما هو ظاهر هنا ما هي أهداف هذه الموسوعة هو التعريف بالقامات العلمية وكذلك أحصاؤهم تصنيف العلماء الباحثين حسب تخصصاتهم تعزيز التربية بالقدوة بصورتها الإيجابية وترشيد التلقي العلمي معايير هذا الإدراج هنا لا بد أن يكون الباحث مثلا متحصل على ويسام باحث مبادر لا بد أن يكون لديه شهادة علمية من أحدى المؤسسات العلمية المعترف بها وكذلك لديه خمسة مؤلفات مثلا يوجد هنا مجموعة من المعايير التي من الممكن أن يقرأها ويطلع عليها الباحث فإذا وجد نفسه أنه مستوفر لهذه المتطلبات فما عليه إلا التسجيل هنا باعتباري قمت بالتسجيل فإن هذه الأيقونة حسنا أنسا أقوم بإلغاء التسجيل إلغاء تسجيلي إذا أردت العودة هنا كل التسجيل في منصة أريد بسيط وسهل إذا أردت التسجيل هنا في قائمة أو في هذه القاعدة ما علي إلا زيارتها ثم بعد ذلك الانتقال مباشرة إلى زر تسجيل هنا بالضغط على أيقونة زر تسجيل يظهر عندي هذا الحوار هل أنت متأكد من التسجيل؟ نعم أنا متأكد أنني أريد أن أقوم بالتسجيل في هذه الأيقونة تم تسجيلكم بنجاح لماذا؟ لأنني قمت سابقا بأو أن الصفحة الشخصية هنا أو المنصة قد تم قراءة أن هذه الصفحة ربما هي مستوفية لجميع الشروط وهذا لا يعني أن كل من سجل قد استوفى الشروط كلها وإنما يتم مراجعتها أيضا من قبل لجنة مختصة ثم بعد ذلك يتم إصدار الموسوعة كما تظهر هنا في هذا الفيديو هذه هي الموسوعة الثانية التي أصدرت في العام الماضي في عام 2019 وفي هذا العام سيتم إطلاق أيضا موسوعة الكفاءات العلمية لعام 2020 هذه الموسوعة من شأنها أن تحقق نوع ما من التواصل فربما أنا في حيرة من أمري أريد أن أتواصل مع المتخصصين في مجالي ولكن لا أجد طريق ولا أجد سبيل إلى هذا فهذه المنصة بعد تحميلها بشكل إلكتروني فإنها يتم التواصل والتعرف على جميع هذه الشخصيات العلمية طيب فاتني أن أذكر لكم أن هذه المنصة الآن تحقق أو تبرز خدمة مميزة للباحث وهي بهذا الشكل سأكتب مثلا أنا اسمي هنا ابتسام علي السابن حلالي مثلا في محرك باحث جوجل مباشرة سيظهر اسمي هنا وستظهر صفحتي شخصية إذن هذا ما يسمى كيف تتم هذا لأن المنصة أريد تتيح رقم تعريفي للباحث فمثلا هنا سأذهب إلى حسابي كما يراه الآخرون هذا هو هذا هو هذا هو الرقم التعريفي الخاص بكل باحث مثلا إما أن يكتب الباحث اسمه أو يمكن كتابته أو فقط الضغط بالباحث به مثلا سأقوم بالنسخ مثلا أنا أعرف مثلا صاحب هذا الرقم مثلا أحد الباحثين فإنني سأصل مباشرة إلى هذا الرقم مثلا بدل خمسة وستة وسبعين مثلا أقوم بالبحث عنه هذا هو فإن المحرك الباحث بروغن مباشرة سيعطيني رقم هذا الباحث مباشرة إذن هذه هي ميزة منصة أريد أنها تمنح للباحث رقم تعريفي هذا الرقم يتيح للباحث الوصول إليه بسهولة ويسر وكذلك بالإطلاع على هذه الصفحة المتواضعة هي فقط للشرح وليست منذ أنها صفحة نموذجية فإن الباحث هنا يمكن أن نتعرف على الباحث من خلال مثلا مؤهلاته العلمية والأكاديمية مثلا المناصر العلمية التي ترأسها الخبر التدريسية التي عنده وكذلك النشر العلمي النشاطات الأكاديمية وجميع متعلقات للباحث هنا موجودة بشكل واضح إذن يمكنني أن أتعرف على هذا الباحث بكل سهولة ويسر وكذلك عدرا مثلا نريد أن نبحث عن دكتور مثلا دكتور مثلا دكتور سيف السويدي مثلا أفوان اسمه لك السويدي مثلا في محرك الباحث جوجل فسيظهر عندي هنا مباشرة مثلا أريد التواصل معه في مجال التخصص أو ما إلى ذلك فإن محرك الباحث سيفيح لهذه الصفحة من أجل التواصل معه بشكل شخصي وكذلك يمكنني التعرف على جميع أعماله وصفحته الشخصية هنا تظهر جميع الأبحاث التي قام بنشرها مثلا مشاريعه البحثية وهذا يحقق نوعا من التواصل العلمي عذرا منكم ولكن سنستكمل أو سنكمل إذن هذه هي الخاصية التي تميزها أو التي تقدمها منصة أريد كيف يمكن الباحث أن يحصل على هذه العضوية أو نعم على هذه العضوية وعلى هذه الصفحة ما عليه إلا سأقوم هنا بتسجيل الخروج هنا عبر الرابط الذي تم إرساله لكم سيتم هنا التسجيل عضو الرابط الذي تم إرساله سابقا بالدخول على الرابط فسيظهر إذا كانوا المتابعين جميعا يشاهدون هذا البط الآن فإن تسجيل عضوية يتم بهذه الطريقة الدخول على الرابط المتاح آنفا ثم بعد ذلك تظهر هذه الواجهة عندما تظهر هذه الواجهة فالباحث ما عليه إلا كتابة الإسم هنا باللغة العربية فإذا كتبنا أسماءنا هنا سنعيد كتابة الإسم باللغة الإنجليزية ولكن كتابة الإسم باللغة العربية هنا لابد أن يكون الإسم الذي يريد الباحث أن تصدر شهادته به بمعنى إذا كتبت مثلا ابتسام الحلالي مثلا فهذا الإسم ستحتفظ به المنصة وعند تصديري للشهادات فإنها ستختار أو النظام سيختار هذا الإسم بشكل تلقائي لذلك عندما يكتب الإسم الباحث إسمه لا بد من أن يتأكد من كتابتي بشكل صحيح فيما يتعلق بإذا كان الإسم ثلاثي أو رباعي بتقديم أو تأخير في الإسم ثم بعد ذلك كتابة الإسم باللغة الإنجليزية فيمكن للأعضاء الآن كتابة الإسم باللغة الإنجليزية عبر الرابط الذي تم إرساله سابقا ولكن لا بد أن يتحرى الباحث كتابة الإسم بشكل صحيح النقطة التي تليها وهي مهمة جدا هي البريد الإلكتروني لا بد أن يضع الباحث بريد إلكتروني فعار بمعنى لا يضع الباحث مثلا بريد إلكتروني مهمل عنده بمعنى أنه ليس كثير الإسنعمال وإنما يجعل هنا بريد إلكتروني مستامل عند الباحث لماذا؟ لأن البريد الإلكتروني هو حلقة الوصل بل هو همزة الوصل ما بين الباحث والمنصة بمعنى سأنتقل لأريكم هنا مثالا مثلا هذا هو بريد الإلكتروني سأدب إلى إنشاء هنا فمثلا بالبحث هنا في كلمة أو بالبحث هنا لا أريد أن أرسل ولكن أريد أن أكتب هنا مثلا منصة أريد هنا أريد هذا هو فستظهر هنا عندي جميع المراسلات التي وصلت أو التي تلقيتها من منصة أريد مثلا آخر إشعار تلقيته من منصة أريد أن هنا هذه المقدمة تم إصدار شهادتكم في منصة أريد بتفاصيل أبناه هي كذا وكذا وكذا مثلا إذن منصة أريد إذا قام الباحث بتحويل رسوم عفوا تحويل الأرصيد أو قام بتصدير شهادة أو المنصة يوجد أو أعلنت عن نشاط معين فإن الباحث يسترم هذا الإشعار مباشرة عبر منصة أريد مثلا هنا عندما قمت بإدراج اسمي مثلا في قاعدة البيانات تلقيت رسالة مباشرة بأنه يوجد أو تم إدراج اسمي في قاعدة البيانات هنا وهذه التفاصيل كذا وكذا وكذا إذن لهذا السبب لا بد أن يتأكد الباحث من إدراج بريد إلكتروني صحيح ثم بعد ذلك يؤكد البريد الإلكتروني ثم بعد ذلك يقوم بكتابة رمز المرور ثم بعد ذلك يؤكد رمز المرور إذن الإسم باللغة العربية بشكل صحيح ثم الإسم باللغة الإنجليزية ثم البريد الإلكتروني الفعال ثم إعادة البريد الإلكتروني نفسه بعد ذلك يضع الباحث حالها حال المواقع الإلكترونية الأخرى لا بد أن يكون هناك كلمة مرور أو ما يسمى بالباسورد ثم تأكيد هذه الكلمة بعد ذلك اختيار الباحث يقوم باختيار الدولة التي ينتمي إليها ثم بعد ذلك يضغط على كلمة تسجيل عند الضغط على كلمة تسجيل سيتاح للباحث الدخول إلى منصة أوريد هنا في هذه الحالة لا يستخدم الباحث هذا الخيار بعد أن يسجل العضوية لا يستخدم تسجيل عضو جديد إذا أراد الدخول إلى المنصة فما عليه إلا اختيار زر دخول في هذه الحالة لأنني استخدمت خاصية تذكر رمز المرور فإن النظام مباشرة يعطيني الكلمة أو البريد الإلكتروني المسجل وكذلك رمز المرور إذن تسجيل الدخول بشكل تلقائي أصل إلى هذه الأيقونة طيب في هذه الخطوة وهي الخطوة المهمة هنا حتى يكون للباحث صفحة شخصية ننتقل إلى هذا الخيار وهو الملف الشخصي متابعين الكرام هنا في الملف الشخصي بالضغط على هذه الأيقونة ستظهر عندي هذه البيانات هذه هي المهمة حتى يقوم الباحث بترقية صفحته الشخصية حتى تظهر صفحته الشخصية ويظهر الباحث وهذه الصفحة تتحدث عن الباحث إذن بالدخول إلى البيانات الشخصية هنا يقوم الباحث بإدراج بريد الإلكتروني وكذلك تعبئة جميع هذه البيانات رقم الهاتف البريد الإلكتروني الثانوي الإسم هنا باللغة العربية واللغة الإنجليزية وكذلك جميع هذه التفاصيل أو هذه الحقول يقوم الباحث بإختيارها بعد ذلك يستخدم زر حفظ إذن الدخول إلى هذه الأيقونة البيانات الشخصية هنا بعد ذلك يقوم بملء هذه البيانات هذه الحقول لأنني قمت بملئها سابقا فالمنصة الآن تتيح أو نظام يتيح لهذه الخيارات هنا فقط أريد أن أنبه على الأسماء الأخرى لا يقصد بالأسماء الأخرى أن نضع أسماء مستعارة مثلا شمس الصباح ومسمة العليل المنصة التي أريد هي منصة علمية بالدرجة الأولى لابد أن يضع الباحث اسمه بصيغ مختلفة مثلا بعض المجلات مثلا الأخوة في الجزائر المجلات الجزائرية تستخدم الاسم الأخير قبل الأول مثلا بالنسبة لي يكتب اسمي حلالي ابتسام الاسم الأخير قبل الأول مثلا في الحقيقة هذه جديدة هذه معلومة جديدة عندي لهذا ضربت بها مثالا فقط فأنا أضع الأسماء المتوقعة والأسماء التي من الممكن أن يتعرف عليها الباحث لا أستخدم اسم ليس اسمي وإنما يمكن أن أكتب مثلا اسمي الرباعي اسم الثلاثي الاسم الأول والثاني الاسم الأول والثالث بما هو متعارف بمعنى أن الباحث يضح هنا أسمائه أو اسمه بما هو متعارف أو بما هو معروف به طيب عندما ينتهي الباحث من هذه الخيارات يعود إلى نفس الخانة وهي ملف شخصي ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشهادات الأكاديمية يقوم بالضغط على الشهادات الأكاديمية هنا فتظهر عندي هنا هذا الخيار أو يظهر عندي هذا الخيار باعتبار أنني أنا قمت بإضافة المؤهلات العمية التي عندي فعلى اعتبار أنها غير موجودة ما على الباحث إلا الضغط على إضافة مؤهل جديد أو مؤهل جديد هنا يمكن تعبئة المؤهل وفق الخيارات التالية فيختار المؤهل هنا فقط يقوم بعملية الاختيار اختيار التخصص اختيار الدولة واختيار الجامعة واختيار الكلية ثم الشهادة بالعربي هل هي ماجستير أو دكتوراه الوصف بالعربي يمكن أن يكون هنا اختياري بمعنى أن هذا الحقل هو حقل اختياري وليس إجباري الشهادة باللغة الإنجليزية أيضا هنا اختياري ويمكن الوصف هنا أيضا اختياري قيد الدراسة بمعنى مثلا الباحث هو في مرحلة ماجستير لم يكمن مرحلة الماجستير فيمكن أن يأخذ أو يضع علامة صح على هذا الخيار بعد أن ينهي هذه المرحلة ما عليه إلا تغييرها وإخفاء هذا الزر ثم المرحلة الدراسة مثلا من 2009 إلى 2011 تسلسل المؤهلات العلمية التي تظهرون باعتبار أنني أضفت ثلاث مؤهلات فإن الرابع سيكون ما يتم إضافته الآن إذن بعد أن أستجل العضوية من تسجيل ننتقل إلى هذا بعد أن أنهينا البيانات الشخصية وأنهينا الأشهادات الأكاديمية ننتقل إلى المناصب الأكاديمية المناصب الأكاديمية هنا باعتباري قد وضعت جميعا أو جل ما تقلته أو ما قمت بالإشراف عليه أو يمكن الآن أن أضيف مثلا منصب جديد ما علي إلا الضغط على هذا الخيار ثم اختيار البيانات هذه وإضافتها بعد إضافة أو اختيار كلمة إضافة سيتم إضافته مباشرة أو بشكل تلقائي على هذه القائمة فإذا كانت خمسة فستصبح ستة إذا كانت ستة ستصبح سبعة فإذا كانت سبعة وهكذا بمعنى أن المؤهلات هنا يمكن للباحث أن يقوم بعملية تحديث بشكل مستمر لهذه الصفحة لصفحته الشخصية ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخبرة التدريسية ما هي الخبرة التدريسية للباحث إذا كانت للباحث خبرة تدريسية فما عليه إلا إضافته هنا في هذا الخيار مثلا لدي خبرة تدريسية جديدة أريد إضافتها أو أريد إضافتها هنا بإضافة خبرة جديدة تظهر عندي هنا بالعنوان والوصف وكذلك الوصف هنا أختيار باللغة الإنجليزية هنا أختياري وليس إجباري إذا كان التدريس حالي مثلا نضغط على نعم هنا بمعنى أنه تدريس حالي من تاريخ كده إلى تاريخ كده منذ مثلا من 2019 إلى 2020 أو إلى عام 2020 ثم التسلسل تلقائيا يظهر إذا أردت تغييره مثلا بالتسلسل الرابع خامس ثاني هذا من ناحية الترتيب فقط ثم بعد ذلك بالضغط على إضافة يتم إضافة هذا المؤهل أو هذه الخبرة إلى الخبرة التدريسية هنا فتصبح في الرقم الذي يليه طيب بالعودة إلى هذا الخيار إذن هذا الخيار يتيح لي مجموعة من أو هذا الملف يتيح لي مجموعة من البيانات المهمة التي يتطلب أو يستوجب على الباحث تعبئتها النشر العلمي إذا كان للباحث منشورات علمية فما عليه إلا الضغط على إضافة منشور جديد مثلا ويوجد هنا بعض التفاصيل يقوم بتعبئتها نوع هنا المنشور العنوان بالعربي باللغة الإنجليزية الملخص وبعض التفاصيل يقوم بتعبئتها نعم ربما يتساء الباحث لماذا كل هذا لأننا كما ذكرنا لكم أن منصة أريد تقوم على المصداقية والشفافية وكذلك لا بد أن أعرف من هو الباحث الذي أتعامل معه مثلا أو من شأن هذا الحقل وهو حقل النشر العلمي أن توفر منصة أريد الأبحاث بشكل متاح مثلا الآن كما ظهرت عندي مثلا دكتور سيف يوجد في صفحته الكثير من الأبحاث التي من الممكن أن يستفيد منها الباحث مثلا دكتور طاها الزيدي سنستخدم مثلا سنبحث عن دكتور طاها الزيدي هنا مثلا دكتور طاها الزيدي للمهتمين بالتخصص الإعلام هنا الظهرت صفحته الشخصية أنا لا أعرف كم هو الرقم التعريفي الخاص به ولكن بمجرد أنني كتبت اسمه فمباشرة حصلت على صفحته الشخصية هذا هو دكتور طاها الزيدي طاها أحمد الزيدي يوجد لدي هنا مجموعة من الأبحاث الكثيرة المهتمين بمجال الإعلامي هو متخصص في الإعلام المهتمين بهذا المجال يمكن أن يتحصلوا على الأبحاث بشكل ميسور فما عليه إلا مثلا هنا المسئولية الأخلاقية التعامل مع مواقع الاجتماعي مثلا هذا هو الباحث أريد أن أحمله هل أتواصل مع الباحث أولا؟ لا لأن الباحث قد أتاح هذه الأبحاث للتحميل إذن من حق كل باحث أو كل عضو في منصة أريد أن يقوم بتحميل هذه الأبحاث أو يمكن أن يحملها مباشرة ما عليه إلا الضغط هنا على تحميل فمباشرة يظهر عندي الباحث بشكل تلقائي إذن ها هو البحث عندي هذا ما قصدته عندما ذكرت لكم في البداية أن منصة أريد تجمع جميع أعمال الباحث في صفحة واحدة فمثلا هنا دكتور طاها الزيدي قد هناك مجموعة لا تعرف من دكتور طاها هنا يوجد نبنة مختصرة هنا يوجد عقل المؤهلات العلمية التي عنده كذلك المناصب الأكاديمية النشر العلمي بمعنى الأبحاث التي قام بنشرها وكذلك يمكن أن أتعرف على أنشطته العلمية إذن هنا هذه شخصية واضحة يمكن أن أتواصل معها أيضا بشكل مباشر عن طريق استخدام هذا الزر رسالة مثلا هنا عنوان مثلا ما هو العنوان مثلا تحية فقط أنا الآن ستصل هذه الرسالة بشكل حقيقي مثلا الرسالة أريد أن أوجه له تحية مثلا تحية طيبة دكتور قاها الزيدي ربما هو الآن معنا على البث هذا فقط من داب التجريب يعني إذا أردت مثلا أريد أن أكتب معه أو أن أشاركه في بحث علمي مثلا سأكتب المحتوى ما هو ثم إذا أردت إرفاق ملف فيمكن أن أرفق له ملفا أيضا وبعد ذلك أقوم بإرسال ضيب أنا أرسلت الآن رسالة إلى دكتور قاها الزيدي سيتلقاها مباشرة على صفحته الشخصية من أي خيار من هذا الخيار هنا من هذا الزر إذا أنا يوجد عندي هنا عشر رسائل معلقة قام عشر أشخاص أو لدي عشر رسائل مرسلة لي بالدخول إليها أو بالدخول عليها أو بتحميلها فإنني سأتعرف على الأشخاص الذين قاموا بمرسلتي وكذلك أقوم بمرسلتهم إذن رسالة هنا بمعنى تحقيق نوع ما من التواصل هذا جيد مثلا إيميل بعض الباحثين مثلا يقول لك أنا لا تواصل عبر الإيميل نعم يمكن التواصل عبر الإيميل وكذلك من الجميل جدا أن منصة أريد أيضا تتيح عفوا ليست رسالة وإنما تتيح خيار آخر وهو السيرة الداتية يمكن أن أتعرف على دكتور طاها من خلال سيرته الداتية قام بتحميلها على صفحته في المنصة هنا هذه هي الصفحة أو عفوا هذه هي السيرة الداتية لدكتور طاها هذا فقط من باب المثال يعني بارك الله فيه وفي علمي فقط من باب المثال أن الباحث لا بد أن يعتني بصفحته الشخصية يقوم بتحديثها من حين إلى آخر فيمكن لماذا حتى يتمكن الباحث من الوصول إلى العلماء أو الخبراء والباحثين الذين يشاركونها التخصص مثلا ما تتيحه أيضا منصة أريد أنه يمكن الباحث هنا عن طريق التخصص مثلا تخصص اللغة العربية أنا تخصصي مثلا لغة عربية أنا أريد أن أتعرف على الباحثين الذين يشاركوني التخصص بالضغط على هذا الخيار فقط في هذا الخيار على ماذا سأحصل؟ سأحصل على أو ستصلني أو سأحصل على قائمة جميع أو جل المتخصصين في اللغة العربية ربما عندي مشكلة في البحث السريع عندي في شركة الإنترنت ولكن بعد انتهاء عملية البحث ستنسدل هنا قائمة هذه قائمة مثلا هؤلاء جميعهم متخصصون في ماذا؟ في اللغة العربية إذن قام الباحث لماذا؟ لأن الباحث عندما يسجل إن كنتم تذكرون النظام يسأل عن التخصص ما هو التخصص والتخصص الدقيق إذن تخصص هنا اللغة العربية إذن قام الباحث هنا بالوصول إلى جميع المتخصصين في اللغة العربية مثلا الرياضيات لن أكون متحيزة مثلا الرياضيات طيب عفوا الرياضيات وليست الرياضيات طيب بالضغط عليها سيظهر جميع المتخصصين في الرياضيات مثلا الفيزياء سيظهر جميع المتخصصين في الفيزياء طيب سأوقف هذه عملية البحث هذه فقط للاستفادة مثلا أريد أن أتواصل مع هذا الباحث مثلا تم اختياره بشكل تلقائي وليد الباحث أو الدكتور وليد محمد السراقبي مثلا هو متخصص في اللغة العربية طيب أنا سأشاركه مثلا في بحث سيظهر عندي هنا بصورته وكذلك النبدة مختصرة عنه وكذلك الخبرة التدريسية المناصب الأكاديمية المؤهلات العلمية فأنا سأدرس هنا مثلا أو سأقرأ عنه فيما متخصص آه هو من سوريا وعنده دكتورات في اللغة العربية تخصص النحو الصرف آه جميل جدا هو بتخصصي أيضا إذن يمكن أن أتواصل معه مثلا عندي مشروع أو عندي موضوع أو عندي بحث علمي أو مشاركة علمية فيمكن أن ننسق بشكل علمي من خلال هذه الأيقونة أو من خلال هذه المنصة كذلك هنا يوجد مثلا مجموعة من الأبحاث قام بنشر مجموعة من الأبحاث لديه مجموعة من النشاطات العلمية إذن يمكن للباحث أن يتوصل كما هو موجود هنا أدخل الإسم أو تخصص الباحث إما أن يدخل الإسم أو يدخل الباحث هنا الإسم أو التخصص إذن هذا ما توفره المنصة بشكل عملي ونوع من التواصل ونوع من ما يسمى بالتقارب أو تقريب المسافات فهنا الآن مثلا هذا الباحث الدكتور وليد محمد السراقبي مثلا هو في سوريا هو سوري وأنا الآن في ماليزيا يعني قمت أو توصلت إلى إليه وإلى أبحاثه وأعماله من خلال البحث على شبكة الإنترنت فقط بشكل سهل ميسور طيب إذا كنت على علم بإسمه مثلا أنا فقط أعرف اسمه مثلا أنا فقط أعرف الإسم ولا أعرف إن كان مثلا لديه صفحة أو ما شبه هذا ولكن الشرط في هذا لابد أن يكون له صفحة شخصية على منصة أوريد أو لديه عضوية بالضغط بالبحث فقط بإسم الباحث ستظهر عندي مباشرة في مقدمة أو في رأس القائمة هنا اسمه وصفحته الشخصية مباشرة في حال مثلا أنا فقط أذكر الإسم مثلا اسم دكتور مثلا دكتور محمد أحمد ضوينا مثلا محاضرنا في يوم الأمس مثلا هذه كلها أمثلة فقط هذا مثلا هذا هو الباحث إذا كان للباحث مثلا ليست لديه عضوية فلن يظهر ولكن مثلا هنا موجود دكتور محمد أحمد ضوينا موجود أنا لا أعرف رقم عضويته ولكن فقط أعرف الاسم بالبحث في محرك جوجل مباشرة يعطيني الصفحة ثم بعد ذلك أصل إلى صفحته مباشرة هذا هو دكتور محمد أحمد ضوينا يوجد هنا نبدأ مختصرة عنه ويوجد أيضا هنا نشاطاته الأكاديمية يوجد هنا سيرته الذاتية إذن السيرة الذاتية هي شرط هنا مثلا موجودة نقوم بتحميلها هكذا وأتعرف على الدكتور محمد أحمد ضوينا مثلا طيب هذه هي سيرته الذاتية تم تحميلها بشكل ناجح ثم أتعرف عليه أتعرف على أعماله أتعرف على أنشطته وبعد ذلك يمكن أن مثلا هو في نفس التخصص يمكن أن أحقق تواصل علمي مثلا أنا الآن سأكون مجموعة بحثية مع دكتور وليد هو متخصص في النحو والصرف دكتور محمد أحمد ضوينا أيضا متخصص في النحو والصرف بالنسبة لي أيضا إن شاء الله من المتخصصين في هذا المجال يمكن أن نكون حلقة علمية مثلا يمكن أن نكون أو نشترك في بحث يمكن أن نشترك في مشروع علمي مشروع بحثي يمكن أن ندعو مجموعة من الباحثين إذن هذا ما يسمى بالمجموعات البحثية أو نكون مجموعة بحثية إذن هذا الملف هو ملف مهم باستكماله أو لا بد حتى يصل الباحث إلى هذه أو حتى يتم الوصول للباحث عن طريق كتابة اسمه فقط في محرك الباحث جوجل فلا بد أن يهتم الباحث بهذا الملف وهو الملف الشخصي لا بد أن يكمل بياناته الشخصية شهاداته الأكاديمية المناصب العلمية الخبرة التدريسية النشر العلمي والنشاطات الأكاديمية المشاريع البحثية إن وجدت يقوم بتعبئتها إن لم يوجد فلا بأس إذن هذا ليس شرط ولكن هذه الحقول الأولى هذه الحقول الأربعة أو الخمسة الأولى هذه لا بد أن يقوم باحث بتعبئتها حتى يتم الوصول إلى صفحته الشخصية وتحقيق التواصل معه وكذلك يمكن لغيره أن يصل إليه بشكل سلس ويسير تقريبا بشكل عام هذا ما تقدمه منصة أوريت نعم هذا بشكل عام أو بشكل نوع ما من تفصيل القول في خدمات المنصة على نوع من العجالة حقيقة حتى لا أطيل الشرح أكثر فأعتذر إن كنت قد قصرت يمكن في هذه الأثناء أن نستقبل مثلا بعض المداخلات مهندس حيدر تقريبا هذه هي الخدمات التي تقدمها منصة أوريت عفوا هناك خدمة أخيرة لم أذكرها قدران منكم وهي خدمة اتصل بنا مثلا الباحث لديه استفسار لديه تساؤل لديه شيء ما مثلا يريد أن يتواصل مع الفريق الفني لمنصة أوريت كيف يرسل تساؤله أو كيف يصل بتساؤله إلى الباحثين عفوا إلى الفريق العمل عن طريق هذه الأيقونة أيقونة اتصل بنا وهذا آخر ما سيتم بيانه في هذه الجلسة باختيار اتصل بنا ستظهر عندي أو سيظهر عندي هذا الخيار هو اسأل مركز خبرة جميل اسأل مركز خبرة بمعنى أن الباحث هنا يقوم بتوجيه استفساره إلى منصة أوريت مثلا العنوان لم أتمكن أو عدم تحميل مثلا عدم تحميل أو عدم شحن رصيد شحن رصيد مثلا بمعنى أنني تواصلت مع الوكيل مثلا ولكن لم أجد مثلا لم أجد الرصيد التي تم شحنه بظهوره مثلا لم يظهر على الواجهة أو لم يظهر في حساب الباحث مثلا مثلا المحتوى بمعنى أنه يقدم وصفا شافيا كافيا يتم عن طريقه إرسال الاستفسار بشكل واضح للفريق الفني بعد ذلك إذا أراد الباحث أن يرفق ملفا تعريفيا توضيحيا لاستفساره يمكن أن يرفق ملف لا مشكلة صيغة بي بي ايف صيغة وورد لا مشكلة المحتوى كما ذكرت لكم لا بد أن يكون محتوى تفصيلي واضح يصف فيه الباحث المشكلة أو الصعوبة التي تواجهه وبعد ذلك يقوم بإنشاء يتم إرسال هذا الاستفسار إلى الفريق العمل مباشرة في لحظتها الرد على الاستفسار لا يتجاوز 48 ساعة من 24 إلى 48 ساعة بعد ذلك يصل الباحث أو يحصل الباحث على استفساره عن طريق البريد الإلكتروني كيف يعرف طيب الآن الباحث قد أرسل استفساره كيف أجد الإجابة وأين أجد الإجابة سأجد الإجابة على البريد الإلكتروني الذي تم إرساله أو الذي تم تثبيته في الحساب الباحث أو عندما قام بتسجيل العضوية وهو هنا يظهر عندي في الملف الشخصي البيانات الشخصية هنا هذا هو الملف أو هذا هو البريد الإلكتروني الذي يتم التواصل عن طريقه هنا طيب هنا خدمة أخرى من خلال هذه اللوحة وهي لوحة سأعود الدخول إليها لوحة البيانات الشخصية هنا خدمة أخرى لوحة البيانات الشخصية يوجد فيها خدمة جميلة تتيح تداول الرسوم أو تداول الرصيد بين أعضاء المنصة مثلا أنا لدي رصيد مثلا أريد أن أحول قيمة لأحد الباحثين مثلا فما علي إلا اختيار خدمة تحويل رصيد هنا بالضغط على خدمة تحويل رصيد سيظهر عندي هذا الخيار هنا سأكتب البريد الإلكتروني للباحث المراد تحويل رصيد إليه مثلا بعد ذلك بعد كتابة البريد الإلكتروني سأكتب المبلغ على أن لا يقل هنا موجود الملاحظة أن أقل مبلغ يمكن تداوله بين الأعضاء هو من 10 إلى 100 دولار فمثلا سأقوم بتحويل 20 دولار مثلا أو 30 إلى البريد الإلكتروني المراد تحويل حساب أو مراد تحويل الرصيد إليه ثم بعد ذلك بالضغط على كلمة تحويل سيتم تحويل الرصيد مباشرة إلى حسابه إذن يمكن أو المنصة من خدماتها أيضا أنها تتيح تداول الرصيد بين الأعضاء الجميل أن منصة أريد هنا تكشف أو تقدم كشفا حسابيا ماليا لجميع الإجراءات أو جميع ما يسمى بجميع الإجراءات المالية التي يقوم بها الباحث فمثلا عندي هنا مجموعة من الرصيد عندما سواء قمت بتحويله أو قمت بتصدير شهادة مثلا هنا تم استقطاع 10 دولار مقابل شهادة الوسام تم استقطاع 5 دولار مقابل شهادة صناعة القدوة مثلا هنا تم استقطاع 5 دولار مقابل شهادة معايير والقياسات في الحركة العلمية إذن هنا جميع التحركات المالية للباحث موثقة له فإذا أراد الباحث أن يراجح حسابه ماليا ما عليه إلا زيارة هذا الخيار وهو خيار ماذا؟ خيار كشف الحساب كشف الحساب هنا يعضيني جميع التحركات المالية للباحث خلال أو داخل منصة أريد طيب هذا الخيار من أين نصل إليه؟ نصل إليه من الملف الشخصي هنا ثم البيانات الشخصية ثم بعد ذلك هنا على يسار الشاشة يمكن للباحث أن يقوم بتحميل ملف السيرة الذاتية كما هو ظاهر هنا من خلال هذه الأيقونة يمكن أن يقوم هنا بتحميل السيرة الذاتية من هذا الخيار ثم يستخدم خيار سيف يمكن أيضا أن يقوم بتحميل الصورة الشخصية الصورة الشخصية لابد من أن تكون محملة من أين يمكن تحميل الصورة الشخصية من هذا الخيار هذا هي تحديث الصورة الشخصية من هذا الخيار هنا يمكن أن أقوم مباشرة مثلا أريد استبدال هذه الصورة بصورة أخرى فما علي إلا اختيار أو choose file ثم بعد ذلك حفظ الصورة إذن ملف السيرة الذاتية وكذلك ملف السيرة الذاتية وكذلك الصورة الشخصية يمكن تحميلهما من خلال هذه القائمة بالدخول على الملف ثم البيانات الشخصية ثم بعد ذلك زيارة هذه القائمة هنا يمكن تحديث الصورة وكذلك تحميل ملف السيرة الذاتية تحديث النبدة المختصرة ما هي النبدة المختصرة؟ هي النبدة التي يقوم الباحث بكتابتها عن نفسه حتى يتعرف الباحثين عليه مثلا تفاصيل التواصل إذا أراد الباحث أن يضع روابط صفحته شخصية أو صفحته رسمية عفوا على الفيسبوك على researchgate أو urkid أو lincoln أو أكاديمية يمكن أن يضع جميع الروابط هنا أيضا بالإضافة إلى عفوا هذه تفاصيل التواصل عذرا مقصود به مثلا رقم الهاتف والإيميل أما الحسابات الخارجية فهي مثلا الفيسبوك وكذلك يمكن أن يضيف مثلا صفحته على الفيسبوك وكذلك صفحته على أو حسابه على مواقع أو المنصات العلمية الأكاديمية الأخرى هذا مني لكم أستاذ حيذر أو المهندس حيذر عفوا جزيزة خيرا أستاذ افتسام بارك الله فيكم عذرا الله يكرميك شرح مفصل وكنت أتصفح منصة أريد ووجدت أنني مسجل منذ إزعة أشهر ما شاء الله من خدمات منصة أريد وحضرت له العديد من المحاضرات أستاذ أبو بكر خلال فترة جائحة كورونا نعم منصة أريد حقيقة واحدة من الموثوقات بتشمل كل القدمات اللي محتاجها الباحث ومحتاجها الشخصية الأكاديمية بكل ابتداعا من تقديم المحاضرة انتهاءا بإصدار الشهادة محتاجها الباحث بعد الأسئلة أو بقائمة الأوسمة من القائمة الأوسمة ما هي الاختلاف بين الأوسمة وحال سيحصل الباحث على تقديم خدمة مؤينة من خلال مثلا ترقيته من الربة الربة الأوسمة المعروفة هل سيحصل الخدمة مؤينة بتخفيض الرسوم مثلا شهادة أو أي ميزة من منصة أريد؟ طيب بارك الله فيكم على هذا السؤال فيما يتعلق بالأوسمة هذه الأوسمة التي تتيحها منصة أريد في الحقيقة بعضها يضفي قيمة علمية وبعضها الآخر يضفي قيمة اعتبارية للباحث يعني مثلا القيمة العلمية أو الوسام العلمي الموجود هنا مثلا مثلا وسام مثلا عفوا سأعود إلى القائمة مثلا ناشر متميز هذه وسام ناشر متميز هذا يضفي قيمة علمية للباحث لماذا؟ لأن شرط الحصول على هذا الباحث أن يكون شرط الحصول على هذا الوسام لا يمنح إلا لمن لديه 25 بحثا منشورا أو كتابا منشورا فأكثر بمعنى أن هناك قيمة علمية أضيفت للباحث هذه قيمة علمية أما الأوسمة الأخرى مثلا وسام باحث مبادر ووسام باحث مبدع فهي أوسمة اعتبارية للباحث بمعنى أما إذا كان سؤالكم مثلا هل يستخدم هل تقصدون بسؤال أنه يستخدم مثلا في الترقيات العلمية وما شابه؟ لا أنا أقصد النحاء يعني في خلال المنصة نعم 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 بكل تأكيد مثلا سأستعرض عليكم مثلا من باب المثال فقط وليس من باب شيء آخر مثلا هنا إذا رأيتم باحث مبادر عدد الأعضاء المتحصلين علي حتى الآن 2800 عضو ولكن مثلا وسام باحث مستشار لم يتحصل عليه إلا 14 عضو فقط يعني لهذا مثلا وسام التحدي هنا تحصل عليه عضوان فقط مثلا وسام مشروع عالم تحصل عليه 68 ونحن نتحدث عن أن المنصة الآن عدد أعضائها يعني عفوا عدد أعضائها زاد عن 50 ألف عضو ولكن هذه الأوسمة لا يتساوون فيها جميعا إلا في وسام باحث مبادر فوسام باحث مبادر هذا الوسام سأعود إلى الصفحة الشخصية هنا وسام باحث مبادر هذا الأوسم هنا وسام باحث مبادر هذا من الضرورة أن يكون عند جميع الباحثين لماذا؟ لأن المسابقات المسابقات التي تقيمها منصة أريد تشترط أن يكون عند الباحث وأن يكون الباحث متحصل على وسام باحث مبادر هذا الوسام هو وسام أساسي لجميع الباحثين لهذا يفضل من جميع أو يطلب من جميع الأعضاء الذين يسجلون عضوية جديدة حتى يستفيدوا من مثلا المسابقات يستفيدوا مثلا من المشاريع التي قد تطلقها المنصة هناك نوعا ما من الخصوصية فمثلا غير متحصل على وسام باحث مبادر فإنه لن يتمكن مثلا من التقديم على موسوعة الكفاءات العلمية لماذا؟ لأنه فقد أحد هذه الشروط أما وسام باحث مبادر فمتطلباته يسيرة جدا ما هي؟ أن يكتب الاسم الباحث اسمه باللغة العربية واللغة الإنجليزية أن يقوم بتحميل صورته الشخصية أن يضيف أو يضع أو يحمل مرحلتين علميتين إضافة إلى أنشطة أكاديمية خمسة على الأقل ثم ملف السيرة الذاتية كيف يقوم بتعبئة هذه البيانات؟ يقوم بتعبئة هذه البيانات من خلال هذا الملف هذا ملف البيانات الشخصية هنا يقوم بإضافة الاسم يتأكد من الاسم باللغة العربية واللغة الإنجليزية بعد أن قم بتسجيل الدخول ثم بعد ذلك يضيف الشهادات الأكاديمية ويشترط حتى وسام باحث مبادر لا يشترط أن يكون للباحث مثلا هنا لا يطلب أن يكون عنده نشر علمي إذن هذه هي المعايير للحصول على وسام باحث مبادر طيب الوسام الآخر الأوسمة مثلا هنا الوسام الثاني مثلا الوسام ناشط في جامعة دولية هل جميع الأعضاء تحصلوا عليه؟ لا ليس جميع الأعضاء متحصلين عليه طيب ما الذي يميز باحث مثلا تحصل على هذه العضويات أو على هذه الأوسية من باحث آخر لم يتحصل على أية أوسمة مثلا الأنشطة التي تقيمها منصة أريد تشترط مثلا أن يكون الباحث متحصل على وسام كذا وكذا أن يتحصل الباحث على وسام كذا وكذا إذن في هذه الحالة أنت مخول أو لديك الحق في المشاركة في هذا النشاط مثلا المسابقات هنا أذكر أن المسابقات كانت الجوائز للمرتبة الأولى أعتقد أنها كانت قيمة 500 دولار تشحن إلى رصيد الباحث الفائز الأول والفائز الثاني أذكر أنها كانت 300 دولار والثالث مئة دولار إذن حتى يتحصل الباحث مثلا يتشارك ويتحصل على هذه الجوائز لا بد أن يكون محققا لأقل الشروط وهو حصول على وسام باحث مبادر أتمنى أنني قد أجبته على السؤال نعم أجبته على السؤال بطريقة المطلوبة طيب ما هي معي اختيار البحث الإلمي بالنسبة للنشر حيئة تكلفة بالنسبة للنشر في مجلة أريد بالنسبة لسؤال جميل أقصد أن هناك حيئة استشارية تقوم بمراجعة الأوراج الإلمي المقدمة نعم يوجد هنا كما ذكرت لكم مجلة أريد للعلوم الدولية هي مجلة علمية جميع المجلات أنا فقط استشهدت بها من باب الاستشهاد فقط أو من باب المثال عفواً وليس من باب الاستشهاد فقط فجميع المجلات هنا بالدخول عليها سواء كان مجلة أريد للعلوم الدولية أو مجلة أريد للعلوم الإنسانية أو الدراسات الإعلامية أو القياسات والمعلومات فجميعها تحوي أو تضم هيئة تحرير بالضغط أو يمكن للباحث أن يطالع عليها من خلال زيارة هذا الملف ها هم أعضاء التحرير ويوجد هنا أعضاء اللجنة الاستشارية العليا لهذه المجلة مثلا مجلة أريد للعلوم التكنولوجية مثلا هذه يوجد عندها هيئة تحرير هذه هيئة التحرير ها هو الأستاذ الدكتور سلوان العاني يوجد هنا الدكتور كريم آدم يعني هنا ليس من باب ذكر الأسماء ولكن أقصد من باب أن جميع المجلات هي مجلات علمية محكمة والأبحاث فيها تخضع إلى تحكيم علمي بمعايير علمية دون أن يعلم الباحث أو المحكم دون أن يعلم المحكم من هو الباحث ولا يعلم الباحث من هو المحكم يعني معايير علمية كما حال وحال المجلات العلمية التي تصدر عن جامعات والتي تصدر عن مؤسسات يعني ولكن تراعي معايير الأخلاق العلمية جميل جدا بارك الله عليكم الله يكري والإنشاء نشوف لو في أسئلة بالنسبة للناس الموجودين معانا في الزوم أو الفيسبوك نعم أنا رأيت هنا سؤال سؤال الوكيل في دولة الإمارات نعم عزة بمعنى أن الرسوم المطفوة أو وكيل بالنسبة للمنصة في دولة الإمارات نعم الوكيل هنا في دولة الإمارات هل السائل يسأل عن أما إذا كان هناك وكيل للإمارات عفوا وكيلا نعم نعم يوجد وكيل في دولة الإمارات وكيل منصة أوريد في دولة الإمارات نعم بالدخول على هذا عفوا بالدخول على الرصيد هنا أيقونة الرصيد ثم بعد ذلك زيارة شركاء الحوالات المالية هنا شركاء الحوالات المالية هنا يذهب مباشرة العضو إلى الدولة التي يبحث عنها أو يبحث فيها عن وكيل مثلا مثلا فلنفرض مثلا أن الإمارات المتحدة مثلا العضو لا يستجيب مثلا ما على الباحث إلا التواصل مثلا اتصل بنا مثلا حاولت يرسل رسالة مركز خبرة حاولت مثلا العنوان وكيل مثلا وكيل دولة مثلا وكيل دولة الإمارات مثلا مثلا لا يستجيب أو لا يوجد مشكلة مثلا بعد ذلك يرسلها مباشرة في هذه الحالة يصل هذا الاستفسار مباشرة إلى الفريق العمل نعم وبعد ذلك يتم معالجة هذه الحالة والرد على الباحث جميل نعم بارك الله فيكم أعتقد أنه ما في شعال أموما سنختم طيب سنختم سنختم بإذن الله على ذلك إضافة أستاذ ابتسام ختاما بارك الله فيكم وبارك الله في القائمين على هذه المجموعة وهذه المبادرة الطيبة حقيقة والأعضاء ما شاء الله المجموعة تضم على الفيسبوك تضم عدد كبير جدا يجاوز أو يقارب من سبعين ألف عضو نسأل الله أن تكون أو أن نكون قد حققنا فائدة لهم ونسأل الله الأجر والجزاء الحسن لكل من ساهم في التنسيق لهذه الندوة وأسأل الله أنني قد قدمت فائدة للأعضاء وشكر الموصول لدكتور أنور دفع الله والأستاذ ياسين حسن والأستاذ وفي عبد الله والأستاذ طارق والمهندس مقدم هذه الجلسة المهندس حيدر إبراهيم جزاكم الله عنا عنا أفضل الجزاء وأحسنه وأطيبه وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزيطا خيرا أستاذ ابتسام ونسأل الله لكم التوفيق وأسأل الله أن يعني يرزبكم ويوفقكم لخدمة البلاد والعباد في مجال النشر الأكاديمي ومجال البحث شكرا جزيلا وإلى أحلقات قادمة بإذن الله شكرا جزيلا راتح ثقلت آتوا